أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هناك دعا زكري يا ربه بعض طلبة العلم يقول الشيخ ما يأتي بالتجويد التجويد ما يخلص العرام يفهمونا وماه فريضا عربتم من لم يجود القرآن آثم ما قالها رسول الله ولا مالك بن أنس ولكن معناه الذي يلحن في كلام الله حرام سبحان يقول سبحان حرام له تبهتم لكن إذا ناطق بالآيات كما هي على لغة العرب واضح بين لا حرش أبدا لأن بعض الطلاب قد يقول الشيخ ما يجود قرآن قطعنا عليهم الطريق نريد البيانة والإفامة والتعليم هناك فين هذا الله أكبر لما سمع لما وجد زكريا مريم تأكل فاكهة الشيطة في الصيف وفاكهة الصيف في الشيطة أي أين الفواكه في هذا الفصل؟ قالت من عند الله قال إذا ما في مستحيل على الله أنا كبير السن ومارت عاق يعطيني إذا أليس قاد على أن يوقف السنن؟ أما أوقف النار على إبراهيم؟ نار أجيت أكثر من أربعين يوما حتى علت السماء؟ ومع هذا لما صدر أمر الله يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم والله خرج يرتعد لولا قوله سلاما لمات بالثلج لتحولت إلى ثلج كامل أبطل هذه السنة وللا أهل حديد يقطع وضع على عنق إسماعيل قطع أوقفه الله عز وجل إيمن هناك تنبه زكري وهو رسول الله ونبيه أعرف أنه كبر السن هو مرت عاق عقيم وهو عاق لكن لما شاهد أن السنن الذي وضعها أو قطعها هناك دعا زكري يا رب سأله أبي هب لي من لدنك ذري طيبا إنك سميع الدعاء توسل إلى الله بماذا بسيدي عقوب بنبي الله إسحاق قولوا توسل بماذا توسل بأسماء الله وصفاته إذ قال إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء تملقه بذكر هذه الصيفة له ما قال أرب هب لي من لدك ذري طيبا بجاه نبيك وخليلك إبراهيم وهو جده قال ونحن من جاءنا بجاه سيدي فلان من الثالث ليصرفون عنه التوسل النافع ويحملون إلى توسلات باطلة لو تبقى طول حياتك اللهم إني أسألك بجاه فلان أعطيني بحق فلان الملائكة تسخر منك بهلول أنت تطالب بماذا ما تعطى بهذه التوسلات تعلم كيف تتوسل يا الله قم في آخر الليل واغتسل والجو بارد وابكي بين يدي الله وصل واطلب تعطى أعطيني بحق فلان تحويل هذا تستهزي بمن يغوى عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله أن هذا من الكفرين والذي يتأمل يكون واعي يأفهم بدلا أن تقول اللهم إني أسألك من فضلك من جودك من كرامك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين أعطيني كذا قلوا لا أعطيني بحق فلان عليك أعوذ بالله أعوذ بالله من هذا لو حق على الله في الملك في الملكة الأعلى والأرض أو الأرض فيه من لو حق على الله وما تستهزي تقوله إذا ما تعطيني أنت أعطيني من حق فلان أعوذ بالله فهمتم هذا ولا لا علماء في هذه الأمة لما هبطت يعتقدون هذه الأسخة أعطيني بحق فلان أو ما فهمهمهم أليس من الأدب أن تقول أعطيني من فضلك وإلى لا من إحسانك يا ربي من جودك من كرامك أما أن تقول أسألك بحق فلان معنى باللغة العامية إذا لم تعطيني من عندك أعطيني من حق فلان عليك هذا يواجه به الله يمسخ العبد ويكفر ومع هذا قابل الله الناس وفعله إلى الآن ما زالوا غافلين ونائمين بيمة وسل زكرياء بقول إنك سميع عليم سميع الدعاء وقد دعوتك وأنت السميع فأعطني قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب نادته الملائكة بصوتها وسمعه وفهمه لأنهم نادوا بلغته التي يعيش عليها بين أمه وأبيه الملائكة نادته وهو فين في المقهى على سبيل النوم وهو قائم يفعل ماذا يصلي أين أمام الناس لا في المقصورة لأن المحراب في لغة بن إسرائينا البيت لاسق بالمسجد تبهتم غرفة بدرجتين يطلع لها عند المسجد تابع له يتعبد فيها المتعبدون فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحاب ماذا قالت له أن الله يبشرك بيحياء أول اسم وضع في الدنيا لم تسمع البشرية باسم يحياء هذا أول وسموا أنتم عنهم يحياء لا يموت في معنى الحياة يبشر إن الله أن الله يبشرك بيحياء والبشارة الكلمة أصار المفرحة التي يتهل لها البشر في الوجه والطلاقة يبشر بماذا بيحياء من وصفه مصدقا بكلمة من الله مصدقا هو يصدق بكلمة من الله قد أمكرها غيره وهي عيسى عليه السلام عيسى من أسمائه كلمة الله لما سمي كلمة الله لأنه وجد على غير سنن الولادة في البشر وجد بكلمة الله كون فكان فسمي عيسى بكلمة الله يحياء يكبر إن شاء الله ويولد عيسى من مريم وينكر اليهود كلهم يكذبون ويقول زانيا وهو يصدق به بشاء بشاء قبل أن تقع الأسباب كلها مبشرا أن الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا ويكون سيدا سيد يملك الناس عبيد ما معنى سيد سيدا معنى أنه يدعو إلى الله يهدي البشرية يزكي أرواحها يهذب أخلاقها يساعد على طيب الحياة وسعادتها بدعوته وكماله إذ علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن من خدمك فقد ساد عليك فقال خادم القوم سيدون من سيدنا خادمنا لما لأننا احتجنا إليه وافتقرنا وعجزنا وهو يشقين ويطعمنا ويوقف السيارة لنا عند بابنا أصبح سيدنا ولنا أحببنا أم كرهنا ومننا قيل لأحد العرب قبيل من قبائل بما ساد فيكم فلان يا بني عوف يا بني خالد يا بني بما ساد فيكم فلان وأصبح سيدكم قال له احتجنا إليه واستغنى عنا احتجنا إليه واستغنى عنا وهذا هو السيد أليس الله هو السيد إنما السيد الله ما وجه ذلك الخليقة كلها مفتقر إليه وهو مستغن عنها غنا مطلق ساد وللاء سيد القوم قادم من وضع هذه القاعدة رسول الله سيد الحكماء وأستاذهم أو ما فهمتم هذه الذي يخدمك هو سيد فلهذا تطلق على العبد سيد خادم الله أكبر إذن سيدا كيف ساد بني صهيل بالدعوة والإصلاح والخدمة لوجه الله تعالى ما هو كسول ولا جهول ولا مظلم ولا طماع يأكل من الناس عرفتم بشره بأنه سيد سيدا وحصوا عازف عن شهوات النساء وقاذرات أو ساقع وليس معناه أنه لا يأتي النساء فقط ممنوع ما يتلقاه ويقع فيه البشر عامة الناس ولهذا قال المفسرون في الحصور أقوال كثيرة منها أنه كان معصوما من الفواحش وهو كذلك والقاذوات وغير وغير مانعة ذلك من تزوج النساء للإنجابي زواج الحلال وحصورا ونبيا من الصالحين نبيا ينبئ الله وهو نبي ورسول أيضا ونبي من الصالحين وهل تسمعون العجائب بني عمكم اليهون قاتلوا زكريا وقاتلوا يحيا شهيدان عرفتم الحمد لله العرب ما قتلوا نبيا والله ما قتل نبيا آل يهود كان يقتلون خمسة وربعين نبي في الصباح وفي المساء أسواقهم عامية والبيع الشراء لا تسأل فوعد أن زكريا ويحيا قتلوا كيف هذا يا شيخ ما تقول هذا وعيسى صلبوا ولا لا ما فهمتم هذا لما حاصرت الشرطة وليخرجوه ما خرج دخل قائد الشرطة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى كأنه فاقتحموا فاقتحموا وأخذوه وطوقوا السلاس باليدي خرجوا به وعيسى وعيسى رفعه الله من غوزنا كهذه وصلبوا رئيس شرطتهم والذي يشك يسأل لأن صاليب في عناقهم ماذا وهذه من المهازم إله رب يصلب ويقتل وتعلق صليبه في عنقك لتعبد مجانين هؤلاء عميان هؤلاء ماذا أصابهم الناس يعبدون حجرا لينتفعوا بها مثلا أما هذا مصنوب مقتول ويعطيك ويمنعك من الشرط أين يثب عقلك من فعل هذا بالنصارى بنوا عمنا أهل يهود حولهم إلى وثنيين ما إن انتشرت دعاة عيسى في الحواريين وخرجت من فلسطين إلى ضفاف شاق وربا ودخلت في بلادهم سبعين سنة فقط عبد النصارى الله عبادة شرعية ربانية ما إن انتهت السبعين حتى جاء أكبر قص الشيطان يهودي وادع النصارى ودخل معهم وأفسد عليهم دينه ما عبد النصارى عبادة تدخل الجنة إلا سبعين سنة ثم احتال اليهود بولوس تبهتم وحول المسيحية إلى ودنية ثلاثة والإنجيل إلى ثلاثين كتاب نجيل وفعلوا هذا بناء بدلا ما كنا على مذهب رسول وأصحابه أصبحنا مذاهب كنا جماعة واحدة أصبحنا جماعات كنا دولة واحدة أصبحنا دولات من فعل هذا أهل يهود أهل يهود لما تعملون هذا يا بني عمنا لأنكم سلبتمون السيادة والقيادة وفزتم بها لن نسمح بها هذا لنا ليس لكم نجحوا وإلى لا ما أوجدوا دولة بني إسرائيل وها نحن نعتقد بها وإلى لا نجحوا وإلى لا ولولا حماية الله لكنا الآن تحت أرجلهم وهم قادر على هذا لأننا نحن مريض وهبط نسينا الله ما عرفنا ما وننذي للأولياء والقبوة ولا لا يكفي لا إله إلا الله من حول القرآن عن هذه المجالس ربانية إلى الموتهم أصابعهم وتخطيطاتهم قال وسيدا وحصر ونبيا من الصالحين من من هم الصالحون نبي من الصالحين أيضا هذه بشرى لكم من هم الصالحون موكب من أربعة مواكب هو الأخير في آية من صورة النساء يقول تعالى ومن يطع الله والرسول والرسول فأولئك مع مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وحسن أولئك رفيقا كم موكب في موكب خامس نبي صديق شهيد صالح قال أهل العلم أتدون من الصالح فينا الصالح من أدى حقوق الله واجبا لم يبخس من حق ولم ينقصه وأدى حقوق العباد كذلك كاملا لم يبخس ولم ينقص ذلك العبد الصالح والذي ينقص حقوق الله يسرق ويعبث بها لن يكون صالحا والذي يأخذ حقوق الناس ولا يعتمى بها لن يكون صالحا الصالح من أدى حقوق الله وحقوق عباد ما نقص من ولا بخس ذلك العبد الصالح اللهم اجعلنا منهم قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبار التجاوز الثمانين أو المئة ومرأتي عاقر والعاقر هو القطع عاقر الناقر كأن من التي مات لتقاطعت رحمها أصبحت عاقر 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 فهي عاقر عاقر الناقر موقع عنقر اذا كيف بغلام بغلام كذا وكذا وانت شيق كبير ومات عاقر أين يذهب بعقلك يا زكريا يفعل ابني سهر أو ما يستطيع أما فعله مع الخليل أبي الأنبي إبراهيم ولا لا لم ترمون الجمارات الثلاث تلك مواقف لما رأى إبراهيم الرؤية بأن يذبح إسماعيل تقربا إلى الله وتزلف وخرج به استقبله في جمرة العقبة أين تذهب يا إبراهيم الله تذهب بهذا الطفل تذبحه حاش لله أن يأمرك بهذا ما حاجة الله بذبح هذا الطفل لأن الغلام أم تتحص في بيته كيف هذا وعارف إبراهيم وعرمه عجم الشيطان زاد مشى كيلو متر يا إبراهيم أين يذب عقلك تذبح ولدك الله بحاجة إلي أراجع نفسك هذه رؤية منامية من الشيطان رجمه حتى الجمرة الثالثة تعرفون وين لا ثم أئيس إبليس قنط عاف أن إبراهيم صلب وبالفعل تله للجبين وصع الأرض وإذا بنداء الله يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنك ذلك نجل المحسنين وفديناه بذبح عظيم كبش لم ترى الدنيا نظيره أترك هذا فلا عجب أن الشيطان جاء لزكريا يفتنه هذا الذي ناداك شيطان فقط أو جاء من الجن أبداً ما هو ملك نين الملك كيف هذا إذن هنا قال ربي أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر ما تعاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء هو راجع ربه في ندائه ومناجاته قال ربي اجعل لي آية إذن أعطيني آية علامك الشمس حتى أخذي العدو الذي يفتنني اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام لن تستطيع أن تتبلغ ثلاثة أيام وهو يرمز وذكر الله على لساني أعلى من صرتي لا إله إلا الله يذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر رب اغفر لي رب ارحمني ويعجز أن يقول يا أمة فلانا أعطيني الماء والله ما يقدر سبحان الله الله حكيم وإلىنا ما في علامة آية أكثر من هذه لو أعطى علامة صوت آخر جاء ملك تطلع نجمة كذا ما يضحق ما يزول هذا الهواجز آيتك ألا تقلم ناسا ثلاثة ليال سويا في آية مريم ثلاثة ليال سويا ثبات إلا رمز يرمز بيده براصي كذا كذا يفهمون عنه وذكر الله ما ينسه ولهذا قالت العلماء ذكر الله غذاء الأرواح ما يستغن عنه ذو إيمان أبدا ولو كان الله يرخص في شيء لرخص فيه لزكريا لم يأذن له أن لا يتك ألا يتك وأعظم من هذا عندما تلتقي الصفوف وتقتحم خير الله جيوش العدو في نفس الوقت الذكر لا يجوز السكوت عنه فلهذا ما يجوز السكوت عن ذكر الله إلا في حالة واحدة والعبد على كرسي المرحاض يتغوض فقط أما يمشي في السوق في الطيارة يسوق السيارة يأكل دائما ذكر الله إلا في حال التبرز والتغوض يسكت وانظر كيف أذن له أن يذكر الله ليكون علامة على أنه قد وهبه الله هذا الولد قال قال رب اجعل لي آية قال آيتك هي ألا تكلم الناس ثلاث أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار بالصباح والمساء بالعشي والإبكار عندكم أنتم في هذا شيء اسمعوا الجائزة المحمدية من صلى البردين دخل الجنة من صلى البردين أي صلاة الصبح وصلاة العاصر دخل الجنة جائزة محمدية وسبح بالعشي العاصر والإبكار الصبح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واركعي واشد واركعي معراكين ذلك من أنباء الغيب ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم أن هذه الآيات النورانية القرآنية نزلت في وفد عشران ذلكم الوفد المكون من ستين فارسا قدموا من مدينة عشران جنوب مكة المكرمة ليحاول الرسول ويجادل في شأن عيسى بن مريم عليه السلام إذن صار من ذلك العهد وإلى اليوم يؤلهون عيسى ويعبدونه مع الله واختلفت عقيدة فيه فمنهم من يقول عيسى بن الله ومنهم من يقول إنه ثالث ثلاث مع الله ومنهم من يقول هو في حد ذات إله وهذا شأن من ضل الطريق وهم الله لضال وشهادة الله كافية إذ قال تعالى لنا سلوني قول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظال فالمغضوب عليهم هم اليهود والله العظيم والظال منهم النصار ظل الطريق وتاه في متاهات عرفنا منا أن عيسى عبد الله ورسول الله أله وجعلوا إليهم الله ومن عجيب فهمهم أنهم يعتقدون أن اليهود صلبوا عيسى عليه السلام وهذا رب الخالق المدبر يصلب ويقتل كيف يصلب ويكرهون اليهود كوها عجبا لأنهم قتلوا وصلبوا عيسى والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم على كل حال جاء الوفد يجادل وإذا بالحق جل جلاله وعظم سلطانه ينزل نيفا وثمانين آية على رسوله الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فتقوم الحجة لله ورسوله على هؤلاء المشركين الكافرين الضالين فاسمع وإذ قالت الملائكة أذكو يا رسولنا لهذا الوفد إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين من أين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا العلم وهو أمي لا يقر ولا يكتب وعاش في مكة أربعين سنة لم يعرف ما الكتاب ولا الإيمان من علمه بهذا الملائكة تقول لمريم البتول العذراء أم عيسى مريم بنت من عمران أمها من هي حن مريم تخاطبها الملائكة من من الملائكة هذا جبريل يا مريم إن الله اصطفاك واختارك واجتباك لأمر عظيم وهو أن يخرج منك عيسى عيسى عليه السلام وطهرك من سائر الذنوب فلم تقاب ذنبا أبدا كولدها استجابة الله دعوة أمها أمها لما نذرت لله ما في بطنها ما تدري أنه مريم لكن قالت لما وضعتها متحسفا متأسفا ربي إني وضعت وأنت والله آلم بما وضعت وليس الذكر كالأنت وإني سميتها مريم أي خادمة الله وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فمريم فمريم لم تقاف ذنبا طهر الله وولدها أيضا عيسى لم يقاف ذنبا طهره الله لأن جدته قالت وأعيدها أعيدها بك وذريتها وعيسى أحد ذريتها واصطفاك على نساء العالمين أي عالم زمانها فلم توجد مراء أفضل من مريم في ذلك الزمان أبدا اختيار الله والصفاء العالم وقالت لها يا مريم أقنطي لربك واسجدي وأركعي معراك لأن والدتها نذرتها لله نذرتها لله لا ترى منها شيء ولا تنتف منها بشيء فلهذا أخذها زكرياء الكثيل بحق عليه السلام وتركها في المحراب في مقصورة في المسجد تعبد الله فقط لا هم لها إلا ذاك والملائكة تشجع وتقول يا مريم أقنطي لأعبد ربك واسجدي وأركعي معراك فكان تصلي مع الممناتين في بيت المقدس وهي في محراب ها قال تعالى هنا ذلك من أنباء الغيب ذلك الذي سمعتم من أمر حنى ونذرها وولادتها مريم وكفالة وكفالة مريم ذلك من أنباء الغيب الذي لا يعلمه إلى الله نوحيه إليك فأنت رسول الله أنت نبي الله كيف يوحي إليه بهذا الغيب من العلوم والمعارف ولا يكون رسوله مستهل هذا تقرير للنبوة المحمدية ولا ينكرها إلا كاف أحمق ضال أشباب المجانين إذ نبوة أكثر من الشمس سطوعا وظهورا كيف تنكر والله ما ينكرها إلا ذو غرض هابط مادي يؤذ للبقى على سلطانه أو مادته آيات النبوة أكثر من ألف آية كيف يكفي هذا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أي بين يديهم حاض في مجلسهم وهم يقترعون أيهم يكفل مريم الزمن أكثر من حوالي سبعمائة سنة أو ستمائة سنة بين هذه الأحداث وبين رسول الله يقول تعالى له ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم سبق أن عرفتم أن حن عليه السلام لما وضعت مريم لفت في القماط وبعثت بها إلى علماء وصلحاء بني إسرائيل في المسجد ليكفل هذه النذيرة لأنه لا حق لأمها فيها نذرة لله ما إن رآها أولياء الله صلحاء بني إسرائيل وعلماء كل انتاقت نفسه وهش يطع لأن تكون في بيته ذي نذيرة الله إذن فاختلفوا أي يضفع بها ويفوز هل كنت يا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حاضر معهم من علمك إذ كيف عرضت هذا إذن أنت رسول الله يوعي إليك بهذه الأنباء والأخبار وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم كيف يلقونها قالوا نستهم ونقترع الذي تخرج قوعته يأخذ هذه الفتاة هذه النذيرة فجمعوا أقلامهم التي يكتبون بها التوراة هذه الأقلام ليست كأقلامكم أيها الصحفيون والدجالون مثلي اكتب هذه أقلام ما تعرف إلا الحق ولا تكتب إلا ما هو رضا الله عز وجل فهي صالحة إذن لأن تتحقق بها المعجزة جمعوا أقلامهم ولا أدري كم بحسب عددهم أقلام كانوا يكتبون بها الحق يكتبون أحكام الله يأخذون من التوراة إذن جمعوها وألقوها قالما بعد قلم في نهر الأردن والماء يسير من وقف قلمه هو الذي يأخذ مريم خذ بسم الله يلقي القلم يدحجه الماء ويمشي ما تصدر قلم ثاني ثالث ساب رموا قلم زكريا وقف في الماء خذها يا زكريا هل كان رسول محمد صلى ما حاضرا في هذه الحادثة له ولا أبو ولا جد ولا أم كيف عرف هذا قولوا بالوحي لله إذن هو رسول الله بآيات النبوة وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ومن هنا كانت القرعة في شرع من قبلنا ونقلها الله إلينا فإذا اختلف اثنان في قسمة شيء قابل القسمة يقترعون عليه وكان النبي صلى الله وسلم إذا أراد الخروج إلى الغزو والجهاد يقترع بين نسائه فمن خرجت قرعتها أخذها معه والتي ما لها قرعة تبقى في بيتها مطمئن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون ثم قال تعالى وقوله الحق إذ قالت الملائكة يا مريم أي أذكر لهذا الوفد الغافل الجاهل الضايع الضال أذكر لهم إذ قالت الملائكة يا مريم الملائكة جبريل عليه السلام هو الذي خاطبها وجاء هذا من صورة مريم مريم لها صورة كاملة إي والله ما بين الكهف وطاها صورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا قصية مكانا شقية فجاءها الملك فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ برحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية فحملته فانتبذت فيه مكانا قصية فأجأ المخاض إلى جذ النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا ماسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذ النخلة تصاقط عليك رطبا جنيا فكل واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إسيا فأتت به قوما تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسو وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف أكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعل لنبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصالي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا قال تعالى ذلك عيسى بن ماريم ذلك عيسى بن ماريم قول الحق الذي فيه يقتربون يمترون أو يشكون هذه من صورتها عليه السلام ونحن الآن في صورة آل عمران أسرتها كاملة قال إذ قالت الملائكة يا ماريم يا خادمة الله إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن ماريم بكلمة ما هذه الكلمة هي قوله تعالى كن فكان كان بكلمة التكوين وإلى لا يسمى كلمة هو كلمة بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن ماريم المسيح لا قبله عرفتم كالصديق ومن معاني المسيح الصديق أيضا عيسى هكذا سمته أمه بل سماه الله لها عيسى بن ماريم وجيها في الدنيا أي ذا جاه في الدنيا حقا في العرب والعجم وفي الآخرة أيضا ذا جاه ومن المقربين إلى الله تعالى تعيفون المقربون الطبق العالي الممتاز ومن أراد أن يقف على ذلك فليستعرض صورة الواقعة إذ قال تعالى اسمعوا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة متى إذا رجت الأرض عجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمن ما أصحاب الميمن وأصحاب المشأ ما أصحاب المشأ والسابقون السابقون أولئك المقربون عيسى من المقربين منهم الطبق الممتاز أصحاب اليمين نعم عليهم السلام ولكن المقربون فوق أصحاب اليمين عيسى من أي طبق من المقربين بشرى لمريم بالولد وبجاه العظيم العريل الطويل في الدنيا والآقرة وبمنزلته في الدار السلام أنهم المقربين ثانيا ويكلم الناس في المهدي كيف يكلم الناس في المهدي ما المهد هذا يا شيخ المهد سوير الطفل سألوا النساء يعلمنكم بالمهد أو بالمهد ما هو فراشي مهد الطفل قد يكون من خشب قد يكون من حديد قد يكون فقط من كتان قماش تمهد المهد لطفلها وتهي قبل ما تولد أليس كذلك تهي وتمهد قبل أن يكون مهدا ويكلم الناس في المهدي هل جرت عادة أو سنة الله الأطفال يكلمون الطفل يزهق بصعا أما يكلم احتاج إلى سنتين ثلاثة وهذا يكلم يكلم الناس أو يكلم كأنت يكلم الناس يكلم الناس في المهد كلمة الناس ما هو خاص بالأولياء بالعلماء بالأنبياء يكلم عامة الناس وكهلا أي ويكلم وهو كهل لماذا الاحتراس لو ما قال وكهلا لا فهم أن عيسى يموت وهو صغير لولا قوله تعالى وكهلا أيضا لا فهم أن عيسى يموت وهو صغير فقط يكلم الناس هو في المهد وبعد ذلك يموت إذن فلكي يطيب خاطرا ويطمئن نفسها على أنه لا يموت وهو صبي بل يكبر حتى يكتهل ويكلم وهنا اعلموا أن عيسى عليه السلام عاش 33 سنة لما أكملها ودخل في سن الكهولة ورفع إلى الملكوت الأهل وهو والله هناك ثم لأن الصباء ينتهي بالخامس عشر بالبلوغ ويدخل سن الشبيبة يستمر سن الشبيبة إلى الثالث أو الثلاثين يدخل في الكهولة كاهل 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 حتى يتجاوز الأربعين ويدخل في سن الشيخوها أو يستمع تستمع الكهولة إلى الستين ويدخل سن الشيخوها والكبار ثم الهرم ثم الوداع انتهت الحياة فإيسى عليه السلام والله لينزلان من السماء ويعيش فترة الكهولة كاملة ولما يصل إلى الشيخوها ويكون صاحب ثلاثة وستين سنة يموت كما كان نبينا محمد صلى الله عليه وأين يدفن غالب الظن أنه في الحجر الشريعة الرسول ما أخبر ولكن أخبر كأني بابن مريم في فجاجي روحا يلبي لبيك اللهم لبيك حجنا وما والله العظيم يبقى إن مات أي مكان يصلح به أو يكون أفضل مكان هنا ودليل آخر الحجر الآن بقي فيها قبر فقط القبور الثلاثة الطاهرة قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بك وقبر ما بقي مكان قدر قبر فقط من يتأهل له غير عيسى ها لو يتأهل له ملك أي لدفن فيه الملوك لو يتأهل له الأولياء لدفن فيه الأولياء العلماء الأشراف معفوض بحمض الله إذن مدخل لمن لعيسى عليه هذا كلام موش هذا قاله أهل العلم من السلف وهو جائز نحن ما نجزم ولكن نقول لعل ما دام يحج ويعتمر ويأتي المدينة ويزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو مات أين يتفن في الباقية لا 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 نتفن إلا في الحجرة أليق به ولا لا إذن فهمتم لاحتراص الإله ويكلم الناس في المهدي وكهل نايدا ويكبر ويشرب ويكتهل ويكلم وكهل ومن الصالحين من الصالحين عافنا نحن الصالحين ولكن ملايين من مسلمين ما عافوا لا يعفون الصالح إلا الولي الذي يدعى ويستغاث به ويذبح له ويحكف حول قبره وينقل إليه المريض هؤلهم الصالحون تذكرون هذا وإلا ما تذكرون من هم الصالحون موكب من أربعة مواكب في دار السلام جاء بيان ذلك في القرآن العظيم وبين تعالى الطريق الموصل إلى أن تكون مع مواكب الصالحين وهو في كلمة واحدة اسمع عبد الله اسمع عئمة الله يا من يلغب أن يكون مع الصالحين أعطي الله ورسول فقط إذ قال تعالى من صورة النساء ومن يطيع الله والرسول فأولئك أي المطيعون فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما أن تكون نبيا فهذا لا يطمع فيه أغلق الباب وختمة النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم مهما بلغت من الكمال لا تطمع في النبوة لكن تؤيد أن تكون في المواكب الثلاثة نعم ما هو المركب الثاني الصديقين مريم والله لمنهم أما قال تعالى وأم صديقا شهادة الله ذي ويل لا وأم صديقا صديق ويل لا وأبو بكر أصديق من الصديقين ويلنا من منكم يرغب أن يكون منهم لا إزم واحد فقط كلكم مراغبون ما تستطيعون قولوا لما وباب الله مفتوح فتحه رسول على مصر إذ قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق إلزموا لا تفرطوا فيه لا تتخلوا عنه عليكم بالصدق في القول والعمل والتفكير والحياة كلها عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة ما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون أعيد كلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلما مربيا مزكيا لنفوس عليكم بالصدق يا عباد الله إلزموا لا تفارق الصدق أبدا إذا قلت أو عملت أو اعتقدت أو فكرت حتى التفكير لا تفك في الهواء إلزم الصدق فإن الصدق يهدي صاحبه إلى البر والضاء العظيم والبر يهدي إلى أين إلى الجنة ولا يزال والرجل والمر كذلك ولا يزال والرجل يصدق يصدق ويتحر الصدق بعنا يطلبه حتى يكتب عند الله صديق الآن تفضل باب الله مفتوح من الليلة أصدق إذا قلت أصدق إذا عملت لا كذب ولا غشة ولا تضيل ولا خدا واطلب الصدق بعناية وتحرى طول كلامك وطول أعمالك ولا تزال كذلك تصدق وتتحرى الصدق حتى يكتبك الله مع الصديق فلان صديق من الصديق أما مريم فقد شهد الله لا بذلك وقول الله تعالى فمن أظلم ممن افسرى على الله كريبا أو كذب بآياته من صوات الزمع حتى قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم متقون قالت العلماء هذه الآية تشير إلى أبي بكر الصديق فالذي جاء بالصدق من هو رسول الله والذي صدق به أول واحد من هو أبو بكر الصديق إذ ثبت باليقينيات أن أول من أسلم من الفحول من رجال هو أبو بكر الصديق وأول من أسلم من نساء العالم هي خديجة بن دخول وأول من أسلم من العبيد الأبقاء بلال ابن رباح وأول من أسلم من الأطفال الصغار علي بن أبي طالب فازوا بالأولية والأسبقية إذن أنتم الآن مخيّرون قولوا إن شاء الله كلنا من الصديقين فقط لا تكذب أبدا لا في قولك ولا عملك الصدق طابعك لا تزال تطلب الصدق وتتحرى في حياتك حتى يسجل اسمك في ديوان الصديقين إذ هذا الحديث من أصح الحديث عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال رجل كلمة رجل ليست معناها أن النساء ما يدخلنا ها أو يدخلنا ها هذه مريم صديقة وإنما لعلم رسول صلى صلى وآداب الفحول وأخلاقهم ما يذكر النساء بينهم عرفتم والدليل هل بين مرعا جالسة فيه أبدا النساء والستطاع تلك منازلهن والفحول هذا هو منزلهن فمن هنا يراعي الله عز وجل ورسوله آداب وأخلاق المؤمنين ما يقحم النساء في كل ميدان من الميدين لأن رجال ما يغضون بهذا تباتم لما لشعافهم إذن قال ولا يزال الرجل والمرأة كذلك يصدق في قوله وعمله ويتحرر الصدق ويطلبه حتى يكتب إن الله صديق حتى يفوز بالجائزة المسمات بالصديقية ويصبح فلان صديق إذن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين هل عرفتم من هم الصالحون بينا هذا وعرفه السامعون والسامعات لكن إخوانا لنا زائرون ما عرف من يغب أن يكون من الصالحين كلنا يا عاغب في أن تكون من الصالحين أد حقوق الله كاملا لا تبخس ولا تنقص من أحق وأنتقاد على أدائه وأد حقوق الناس أبيضهم وأسودهم كافرهم ومؤمنهم أد حقوقهم وافية ما تنقص حق من حقوقهم يسجل اسمك في ديوان الصالحين أنت من الصالحين كعبد القادر الجيلاني ومولاي عدريس وسيل العيد عرفتم هيا ما نستطيع يا شيخ لي أد حقوق الله التي أوجب عليك وأنتقاد على أدائها وإذا عشت قل ربي عجيز سامعني ما استطعت والله يسامعك ويعفو عنك أد حقوق الناس موتك أولادك جيرانك إخوانك أي إنسان لو حق عليك أعطي حقه كذا ولا لا لا تستهم بي ولا تحتقه ولا تحتل عليه أد حقوقه وبذلك لا تزال هكذا حتى يأتيك القبول وتصبح في عداد الصالحين وانظر الأولياء الأنبياء صالحون والله العظيم والشهداء صالحون كذا ولا والصديقون صالحون إذ كل المواكب تعود إلى أنه من الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين إذن فاتنا أن نستعرض نتائج أو هدايات الآيات الثلاثة السابقة أقول وتأمل أولا فضل مريم عليها السلام وأنها وليا صديقية صديقة عرفتم ولكن هل هناك من يقول مريم نبي هنا منهم من يقول نبي لأن جبريلا أرسل إليها والله يوحي إليها ويكلمها كيف لا تكون نبيا والجمهور من أهمة الإسلام أن المرأة لا تنبأ عرفتم لما لأن النبي مأمور بإبلاغ الرسالة والنبوة والمرأة ليست متأهلة لأن تخاطب رجال وتنازلهم منازلهم وتدخل في صفوفهم حتى تعلم وتبل إذن فهي ولي صديقة ولكن ليست نبيا وإن كلمها ملك وهتف بها الملائكة كأم موسى ما قال تعالى وأوحينا وأوحينا إلى أم موسى أن يرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تعزنيه من كلمها من هتف بها ما لك ولا حاش أن تكلم الملائكة لتبقى النبوة ورسالة محصورا في الذين يستطيعون البلاغ والبيان والتعليم فيكفي أن تكون صديقة وليا ورسول صلى الله عليه وسلم قال كامل من رجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع من هم آسيا بنت مزاهم مرض فرعون سبحان الله مرض فرعون وليا وحسب أنه قاتل وإلى في المشنقة آسيا بنت مزاهم ماريم بنت عمان خديجة بنت خوين فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام سامت لأن رسول الله يحبها هذه بنت صديقة هذه أعلم نساء العالمين أخذت معارف رسول الله وكانت تفتي وراء ستار ويأتي كبار الصحابة يسألونها وتعلمهم من لم يحب عائشة ما أحب رسول الله من لم يحب رسول الله كافر عليه لعنة الله والملاكة والناس إجمعين تعرفون من عائشة هذه هذه بنت أبي بكر الصديق إذن من هداية الآيات كما سمعتم فضل مريم عليه السلام وأنها ولي صديقة وقد أخبر النبي صلى الله أنها من كم للنساء ففي الصحيح كمل من رجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا إمرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفي رواية أخرى وخير نساء العالمين وخير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديج بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أمي وأمك لا يا بات وإلا منهم إن شاء الله صديقة وليا أمهاتنا وليات كل مومن تقيه ولله ولي وإذا لم يكن ولي الله ماذا يكون عدو الله إذا يوجد من المومن عدو لله لا بدا كل مومن تقي فهو لله ولي ولو لم تظهر الكرامات على يديه المهم أن يكون مومن صادق الإيمان وليه صدق تقيا لم يفجر ولم يفسق ولم يخرج عن طاعة الله ورسوله وإن زلت قدمه وفجر يوما أو فسق عادا وغسل وطاب وطهر بتوبته قال ثانيا أهل القرب من الله هم أهل طاعته القانتون له من هم أهل القرب من الله القريبون من الله أهل الطاعة القانتون له لأنها لم أخوذ من قوله تعالى يا مريم قنوتي لربك واسجدي وأركعي مع الراكين تقربين وإلى لا فمن أرد أن يقرب من الله والله يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا أليس كذلك تقرب إلى الله ولو بخفض صوتك ما أترف صوتك على المؤمنين تقرب إلى الله ولو بشوكة تجدها في طريق المؤمنين أبعد عنهم تقرب إلى الله ولو بنقم تضعها فيه في جائع من المؤمنين القرب إلى الله سهل جدا قوم صلي ركعتين وابكي تقرب من الله عز وجل وقعوا لذلك أحادير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزال الماء يتقرب إلى الله حتى يحبه فإذا أحبك نم فالمخاوف أمان أهل الحلقة يعرفون من هم أولياء الله من هم مولاي عدريس من هم المؤمنون المتقون كل مؤمن تقه ولله ولي وأخرى أيضا من منكم يعرف أن الله يحبه أو لا يحبه من يرغب أنت من يرغب أن يعرف أن الله يحبه كلنا يرغب وهل يوجد بينكم من يحبه الله إينا كيف لا إذن لماذا نصوم ونصر لماذا عاكفون هنا نريد أن يحبنا ولنا من لم يحبه الله خسر خسرانا أبديا إذن العلامة هي أن تنظر إذا كنت ما تستطيع أن تسمع السوء والباطل والملكة والكذب حرام هذه خطوة إلى حب الله ثانيا إذا أصبحت ما تستطيع أن تنظر إلى ما حرم الله عليك ما تقوى هذه علامة أن الله قد أحبه إذا أصبحت لا تستطيع أن تنطق بكلمة مما يغضب الله ما تقدر هذه علامة أنك محبوب إذا أصبحت لا تستطيع أن تتناول بيدك أو تعمل بها أي شيء يغضب الله ما تستطيع علامة أنك محبوب إذا أصبحت لا تستطيع أن تمشي خطوة لا خطوتين ولا عشرة خطوة واحدة في طريق غضب الله اعلم أنك محبوب واسمع الخبر الصادق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري عن أبي هغيرة والحديث قدوسي شريف يقول النبي يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الذي يعاد ولي من أولياء الله أعلم الله الحرب عليه فألي أحمل سلاحه وَمَا أَنْ يَوْبُوا أَنْ يَطْلُبُوا الْقُوبَ مِنْي بِالْعِبَادَاتِ وَالْصَالِعَاتِ حَتَّي بعد سنوات كَذَوَنَا بعضهم في سبع سنين بعضهم عشرين عاما وهو عسيكري ما تقدم عشرين سنة ما تقدم فكذلك الولاياء منا من سنة واحدة وهو ولي الله أقرب الناس ومنا لأن الله قال وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ يَتَقَرَّبُ كم حتى أحبه فمن لعام عامين عشر وخمسين سنة المهم أن تتتقرب إلى أن يحبك الله فإذا أحبك ما علامة حبك حبه حبه لك هو هذا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله اللمت يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيدنا ولئن استنصرني لأنصرنا وما تردت في شيء نفاعل ترددي في قبض روح عبدي يأكره الموت وأكره مساءته الآن عرفنا المحبوبين لله إذا صدقك صديقك قال والله ما نستطيع أن نسمع البعض إذا تحدث الناس أقومنا ما نستطيع أن ننظر إلى ما حرم الله كأن ما لهب النار في وجه ما نقوى على أن ننظر إلى ما لا تحيل لي عرفتم ما نستطيع أن نتناول إبراع أبد ما نقدر على أن الطموم بكف ما نستطيع عاجز مملوك اليد ملكها الله ما نستطيع أن نمشي خطوة واحدة إلى منكة أو إلى باطل ما نقوى لما لأن الله ملك هذه الآلات كنت سمعه الذي يسمع به وهل الله يستخدم سمعه في ضده حاشا لله يستعمل الله هذا البصر الذي ملك وضده ليشيع الباطل والزناء لا وهكذا أيما واحد مننا معشر المستمعين أو المستمعات أصبح ما يقدر على أن يسمع باطلا ولا أن ينظر إلى حرام ولا أن يتناول منكرا أو حرام ولا يمشي إلى باطل فليعلم أن الله قد أحبه هل هناك أوضح من هذا الطريق قال ثانيا أهل القرب من الله هم أهل طاعته القانتون له ثالثا الصلاة سلم العروج إلى الملكوت الأعلى كيف هذا يا شيخ تقول كيف إدريس أتحب تتصل بذي العرش ولا لا سبحان الله تقدر هنا توضع وتطيب وقف بين يدي الله الله أكبر أنت مع الله اخترقت الملكوت كامل وأنت تتكلم مع الله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني باشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمام فإنما يقول له كن فيكون رضك يا رسولنا لوفد نجران لنصار نجران الستين فارسا الذين جاءوا يتعانط هرون ويدون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه عيسى فحدثهم عن جدته ما هو عن مولده هم يجهلون ممكن جدته فقص عليهم قصص عيسى قبل أن يوجد بكذا سنع وحدثهم عن مريم بأحاديث ما سمعوها أو سمعوا مخلوطة مخبوطة وأصوها ما أرجلها أكاذيب أباطل هذا هو وحي الله إذ قالت أي أذكر يا رسولنا لهذا الوفد التايع الحيران إذ قالت الملائكة يا مريم الملائكة هنا اسم جنس واحدهم ملأك وخفف وكان ملك والمراد بهنا جبريل عليه السلام هذا رسول الله إلى الأنبياء ورسوله هذا السفير الأعظم جبريل خاطبها وقال يا مريم إذ هذا اسمها مريم ما قال يا سيدة أو قال يا سيدة أو يا مادام يا مريم يا خادمة الله هل عرفتم معنى مريم خادمة الله يا مريم إن الله يبشرك والبشارة ضد النذار والبشارة الكلمة السارة المفرحة الذي تتلج الصدر ويتجلى ذلك في بشارة الوجه وأنها صفراء مشعقة يبشرك بكلمة ما هذه الكلمة هي عيسى عليه السلام وهل عيسى كلمة كان بكلمة كن فكار من القائل كن الله جل فالله عز وجل يخلق بالأسباب ويخلق بدون أسباب فالتكوين القدري يكون بدون سبب قال لعيسى كن فكان في بطن أمه كأنه ابن تسعة أشهر وهنا أذكر الناسين أن هناك إنسان لا أب له ولا أم والله العظيم إنسان أفضل منا أكمل منا أجمل منا والله لا أم له ولا أب من هذا يرحمكم الله هذا آدم أب البشر خلقه الله ونفخ فيه من روحه والصواب والصواب صنعه الله من طين لا يزب من حمأ مسنون وتركه حين من الدار أربعين سنة ممكن بأيام العالم العلى أربين ألف سنة ثم نفخ فيه من روحه فإذا هو ألدم يا عطيس فيلهم الحمد لله فتقوله الملك يرحمك الله يا آدم فكان السنة باقي إلى يوم الدين باقي مع من مع الصعاليك ومع المجرمين والجاهلين مع ربانيين أمثالكم إذا عطس المؤمن يقول الحمد لله الحمد لله ومن سمعه يشمت يقول يا رحمك الله كيف يشمت يعني يشمت أن يزيل الشماتة عنه كي يقشر التفاح يزيل وقشر عنه لأنه لما عطس تغيى وجهه وإلى لا وتغيى صوته وإلى لا وخرج من لعابه وإلى لا منظر محمود هذا لا إذا ليزيل أخوه الشماتة عنه يقول يا رحمك الله نعمة كبيرة هل يوجد هذا الكمال في غير أمة الإسلام ذي وحدة تساوي الدنيا وما فيها ولكننا غافلون وجاهلون تشميث العاطس سنة مؤكدا إذا عطس أحدنا ماذا يقول الحمد لله واملأ بها فاك عبد الله والذي سمعك عطست وحمدت ينبغي أن يقول لك يا رحمك الله هذه جملة خبرية ومعناها إن شاء الدعاء الله مرحمه لأنه حمدك الله مرحمه لأنه حمدك ويرد عليه أخوه المؤمن قائلا يغفو الله لي ولك هذه تساوي خمسين ألف ريال كيف تحصل على هذه الدعوة يغفو الله لي ولك مكافأ له ما قال أرحمك الله شمته وإلى لا إذن يكافئ بقوله يغفو الله لي ولك وإن كان الحاضرون جميعا يغفو الله لي ولك وهناك أيضا دعوة مستواها ممكن أقل من هذه ولكن تصلح لدنيانا فيقول له يهديكم الله ويصلح بالك أو يهديك الله ويصلح بالك إذا كان واحد يهديكم والله لما في سعادتكم وكمالكم ويصلح بالكم ما هو البال آل السلو باطني الآلة التي توجهك إلى أن تخدم وإلى تطرك إلى أن تنام وتستيقظ يا مريم نعود إلى من خلق بلا أب ولا أم من هو آدم وهناك من خلق من أب ولا أم لا إله جدتك ولهذا ما نسيتها قال جدتي حواء إيه نعم خلقها الله من ظلع آدم الأيسر أخرجي فخرجه فإذا العرس إلى جنبه من هذه هذه حواء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عقيبا الدكتور أحمد موجود لعله جراح يقول أهل العلم الظلع الأيسر أقل من الأيمن لأنه فقد بعضه من أخذته حواء والحبيب صلى الله عليه وسلم قال خلقنا من ظلعنا عوج وإلى لا فهذه حالها إن ذهبت تقوم وطلقتها كسرتها وإن قابلتها قابلت على عوج والحمد لله تبقى معاك على عوج أحسن ما لا تكسي أو تهميها تستطيعون هذا أو ما تستطيعون قال عدنا الحمد لله سوف نبحث أما الشيخ أما الشيخ عشت مع هذه المؤمنة التي تغمد الله ورحمة قوابة الستين سنة ما سمعت مني كلمة سوء الحمد لله بخصير sai ولا سمعت من أخر كيف يتم هذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله ف Pink باب التسليه فقط الربانيات الصالحات كلهن يسألنا الله أن يموتنا قبل أزواجهن ليموتنا طاهرات عبيبات والشاد من هذا الجهل هو الظلم التي ما فوقها ظلم تعلموا يا عباد الله تعلموا الكتاب والحكم اجتمعوا في بيوت ربكم بنسائكم واطفالكم واستمطرن رحماته لا تلبثوا أن تصبحوا كالحواريين أما ونحن مبعدون بالحيل والسحر عن الكتاب والحكم وبيوت الرب فأنا لنا النفيق من هذه الغفوى أو نصحوا من هذه السكرة أو نعود بعد هذه الجفوى هيهات هيهات ما هو إلا باب الله يقرع وقد بين الرسول ذلك وعلمنا أهل الحي في مسجدهم الجامعة يجتمعون فيه بنسائهم واطفالهم كل ليلة طول الحياة يتعلمون الكتاب والحكمة أهل المساجد في الأحياء كذلك باقي من له أم ولا أب له ألا وهو ابن مريم ألا وهو عيسى عليه السلام إذ كان بكلمة لا يكون فكان فإذا بالطلق والمخار يهزها عيسى كان بكلمة التكوين وهذا هو شاهد الآية الكريمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وأمه هي خادمة الله مريم ووصفه بأنه وجيها في الدنيا أي ذا جاه عظيم من قابله من نظر إليه من اجتمع معه تجلت له هذه الوجاهة وكيف لا وهو لم يكن كبني آدم كان بنفخة الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه يبهر من ينظر إليه أو يسمع منه وجيها في الدنيا والآخرة معا ومن المقربين من هم المقربون اللهم اجعلنا منه واسجد واقترب من أراد أن يقرب يقرب لا مسافات بيننا وبين الله تملق الله عز وجل بذكره ودعائه والركوع والسجد له والبعد عن مصاخته ومكاره فلا تزال تقرب حتى يقربك ويدنيك وتكون من مقربين وقوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالح آل تمام البشرة علمها جبريل أن عيسى يكلم الناس في المهد كيف هذا المهد مكان يضع فيه الطفل يوم ما يولد يومهد له ويضع فيه هذا الطفل جارت سنة الله لا يتكلم سواء كان ابن نبي أو ابن ملك كيف إذن آية من آيات الله أنه يتكلم في المهد وبالفعل بكر وتعلن كلماته لما جاءت به إلى بني إسرائيل قالوا يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يزق من يشاب غير حساب لا لا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك ما أسو وما كانت أمك بغية إذن فآشارت لقد كلمه لأن هي أمرت أن لا تتكلم أشارت لي كلمه فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم كلموه فأخذ يفسح عما هو يكون في المستقبل ولهذا هنا قال بإجاز ويكلم الناس في المهدي وكهلا الكهولة سن ما بين الشيخوق وبين الشبيبة إذا بلغ الشاب ثلاثة وثلاثين سنة انتهت الشبيبة أصبح واجولا يأخذ في الكهولة إلى الستين ثلاثة وستين وبعد يأخذ في النقصة شاب كهل شيخ وبعد الشيخوق الهام والقبر قالت العلماء لما قال وكهلا لأنه لما قال يكلم الناس في المهد قد تفهم منه أنه يموت أو يصاب بالبكم ما يكلم بالبكم قال وكهلا وهذا سيتم إن شاء الله بعد أعوام أو أيام سوف ينزل فين ابن مريم والله العظيم سوف ينزل فين ابن مريم من الملكوت الأعلى ويعيش إلى أن يبلغ ثلاثة وستين سنة كأن عمره محاذيا لعمر النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يزور المدينة ويحج ويلبي من الروحاء لبيك اللهم ولبيك حجا أو عمى بهذا أخبر رسول الله كأن بابن مريم بالروحاء يلبي لبيك اللهم ولبيك حجا أو عمى وقد ذكرتم ذكرت لكم ما قال بعض أهل علم القدامى لا المعاصرين أن في الحجر الشريف ما كان يتسع لدفن إنسان إذ فيها الآن ثلاثة قبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بك وقبر عمى وبقي فيها قدر قبر إنسان وما استطاع ملك ولا سلطان ولا لمدة 1400 سنة أن يقول دفنوني معهم مصرفين من صرفهم الله إذن فمن الجائز أن يدفن عيسى ويصبح ويصبح من أمة محمد قال وكهلا ومن الصالحين يكلم الناس في المهدي وكهلا لو ما قال ومن الصالحين يمكن هذا ساحب أو دجال أو كيف هذا ومن الصالحين من هم الصالحون أنتم فارضون ولا لا الصالح منا من أدى حقوق الله وافية ما نقصها ولا بخس ولا جحد من أشياء وأدى حقوق الناس كذلك ما سرق ولا بخس ولا نقص ذلكم هو العبد الصالح وهو في زمرة الصالحين وهو المركب الرابع أن يشمل الأنبياء والصديقين والشهداء وقاء لذلك قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول من من ألفاظ العموم وللا عرب عاجم في الأولين في الآخرين من يطيع الله والرسول محمد صلى الله عليه فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين كل نبي من الصالحين كل صديق من الصالحين كل شهيد من الصالحين أليس كذلك وليس كل صالح نبي ولا صديق ولا شهيد عرفتم بدليل أنتم من الصالحين ما أنتم بأنبياء ولا شهداء أليس كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبيع الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التواه ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذه والله كلمة عيسى أنزلها الله تعالى إلينا كأننا حاضرون مجلسه هذه الآيات كلها تقرر أن عيسى لم يكن بابن لله ولم يكن أبدا بإله وما زال على أنه عبد الله ورسول الله احذب بالله الذي لا إلى غيره ولن تحذر ما كان عيسى بإله أبدا وما هو بإله وما هو إلا عبد الله ورسول الله فتقول أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكفر النصارى نسان ورجالا بالجهل والتقليل الأعمى والتضليل المتعمد وإلا هذه باطلة بكل عقل كيف رجع عرفنا أمه وعرفنا أسرته وتاريخه وبلده والإنجيل الذي نزل عليه وأنه عبد الله ورسوله ونقول إله ونعبده الجهل أولا والتقليد لبعضهم البعض ثانيا والتغرية والتضليم من العلماء الذين يعيشون على حساب هذه العقيدة الباطلة إذا ويعلمه من الذي يعلمه الكتاب والحكمة الله هذا كلام تابع للأول إذ قالت الملائكة ما قالت من جملة ما قالت لمريم ويعلمه الكتاب والحكمة وقد فعل هذه البشرى هذا كلام بشرى فقط ما زال عيش موجب ويعلمه الكتاب المراد من الكتاب هنا الكتابة يعرف الكتاب كان يكتب على القرطاص بالقلم ولهذا فضل كتاب معروف إذا كنت كاتبا تكتب الحق والخير فأنت من خيرة الناس وإن كنت تكتب الباطل والشر والظلم فأنت من أسوأ الناس آل الكتاب قال والحكمة يعلم الحكمة يصبح حكيما فيما يقول ويقضي ويفكر ويعمل دائما مصيبا في كل ما يريده إذا ويعلمه التوراة أيضا التي نزلت على موسى عليه السلام وهي في أيدي بني إسرائيل يقرأونها هو كذلك يعلمه إياها ويفهم معناها ويصبح أهلا لها ويعلمه الإنجيل بعد ذلك هذه الأخبار يستطيع أن يقولها آدمي كيف ماذا في قماطته ويخبر الله تعالى أنه سوف يكون منه كذا وكذا وفعل الله ذلك كله علمه الكتاب والحكمة والتراتة وأنزل عليه الإنجيل والإنجيل الآن بيد النصارى لكن محرف مبدل مغير زادوا فيه ثلاثة أربعة أو أربعة أخماس الأناجيل خمسة الآن هل القرآن العظيم خمس قرآنات؟ كيف الإنجيل خمسة؟ إذن والله لأربعة كلها كذب من فعل به ماذا رؤساءه والعوام يمدون أعناقهم والجهال ما يبالون ورجال الكنيسة يعبثون كما شاء وقد ثبت أنهم حولوا الإنجيل خمسة وثلاثين إنجيل بالزيادة ثم لامهم من لامهم وفضحوا فعقدوا مؤتمر عالميا للنصارى وجمعوها في خمسة أناجيل لوقا برنابة حن يحن متى وإنجيل برنابة قالوا هذا مغشوش هذا مذهب وهابي يقولون كما يقول العرب الهابطون فروا منه على بي التوحيد ما يقبلونه وأنتم تذكرون أن وفد نشران هو الذي بسببه نزل هذا القرآن وإننا ستون راكبا جاءوا ليجادلوا رسول الله في الباطل في شأن عيسى تعالوا نسمعكم تاريخ عيسى من جدته حن إلى أمه مريم بهذا التفصيل قال ورسولا إلى بني إسرائيل أيضا وأرسله رسولا إلى بني إسرائيل فوق النبوة وبالفعل أرسله إلى بني إسرائيل وإليكم بعض آيات أو كلماته لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتعوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا من عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفو ورحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت مقبلها الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام الذي يأكل الطعام يتبول يتغوط وإلا لا كيف يكون إله إلهك تجده في الحمام يبول هذا إله كيف يعقل هذا الكلام كان يأكلان الطعام ما قال مثل ما قلتنا البول التغوط نحن شرحنا وإلى المقصود هو هذا الذي يأكل الطعام ويفرز البول يصلح الإلهي كيف صحيحنا طالبته وجدته يخرى كيف تعبد هذا أين يذنب عقلك وفي هذا أحد العرب والعرب كانوا ممتازين في الذكاء له صنم يعبده في بين جبلين في وادي في مكان فجاءه يوما ليتقرب إليه ويتمسح وإذا بثعلب رفع رجله ليسرع اليمنى ووضع على كاتف الصنم ويبول عليه فهذا العربي اندهش أنا جئت من مكان بعيد لأستفيد من هذا الإله والثعلب يبول عليه كيف يفيدني فقال بيتا من الشعر أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب وتركه فلم يرجع إليه أبدا ورسولا إلى بني إسرائيل يقول لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم على ما أقف وضوح من الشمس إن شئتم أو القباب تدل على أن يواصل الله إليكم يا معش ويهود قالوا هاتي الآية قالوا اطلبوا قالوا أحي لنا سام بن نوح فصل وافع يدي إلى ربي فقام سام بن نوح من قبره وقال أنا سام بن نوح ما آمن وثلاثة معه أيضا مرة مومنة توفي طفلها ولا تملك سواه وهم يمشون بين المقبرة وهو على النعش فقال جلت يا أحي الله يا أحي الله ولدي ادعو الله لي يحيى لي ولدي فدعا وقال يا فلان قال نعم حطه لف الكفن وعاد مع أمه إذن وقالوا إذن أخلق لنا من الطير من الطين كهيئة الطير وانفق فيها وتطير وبذلك نؤمن لك واشترطوا أن يكون هذا المخلوق من الخفاش والخفاش من أعجب المخلوقات أولا لا يرى في الظلام ولا في الضيا في حيوانات ترى في الظلام ولا ترى في الضيا هو بالعكس لا يرى في الظلام ولا في الضيا معه ساعتان قبل طلوع الشمس بساعة وبعد غروبها بساعة وبعد ما يرى شيئا ثانيا هذا المخلوق مخلوق من لحم وعظم ودام وليس فيه ريش أبلا ويا طيب يطيب بدون ريش وأغرب منه أن أنثاه تحيظ كما يحيظ النزام وفيها لبن فتوضع أولادها بلبنها عجب هذا المخلوق هذا الخفاش وبالفعل يجي أبطين وصنع منه خفاشا ونفخ فيه فطه قال ساحب العام عندنا يقولون من لم يريد أن يتصدق يقول ما ليتام هو يحمل ويطب على أعطين حفن وطب لا هذا ما ليتام ما يدنان يؤمن قالوا ساحب ساحب كيف يطير هذا وهذا يدلنا على وضعية البشر وما فطر عليه إذا لم ينقوا ويهذب ويطه ويزكوا ها بكل أحوالهم يكذبون يؤدون الحق يتجاهلون ويفعلون ما شاء الله ذي غرائزهم وفطارهم فإنهم هذبوا طيبوا طهروا سلموا أصبحوا كالملائكة أما مع الجهل هذه أحوالهم بني إسرائيل كانوا أبقى من العرب اليوم لأن الدنيا كل ما يجي عام أسوى من الأول الآن الكبر والحرم ومع هذا ماذا سمعتم ورسولني لا بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أن هي أني أخل لكم من الطين كهيعة الطير فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله ثالثا وأبرو الأكمه والأبص الأكمه الذي وولد أعمى لا عينان له مطموص علم لو كان مرد بعينيه وعالج ممكن لو كان وجود العينان فيها بياض يعني أسهل لكن ولد لا يبسر وبالفعل يدعو الله تعالى فيعود إليه بصر والأبرس مرض معروف أعياء الأطيب إلى اليوم منذ أن بدأ البعص إليه مع فالطيب ماذا يصنع والبعص أن يتحول جلد الإنسان إلى أبيض هو أسود يصبح جلده أبيض كالثور هذا البعص يمس عليه يده يقوم كمال أية آية أعظم من هذه آمنوا به قتلوه تآموا على قتله وصلبوا من تمثل به وإلى الآن اليود يحبون إيسا قال وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم ما يستطيعون أن ينكيوا هذا عقولهم صغيرة وهابطة لو يخبرهم عن ملكوث السماء وعين الغيب ما يفهمون لكن أنا أطلعكم عما تأكلون وما تدخلون وأنا لست في بيوتكم وأنا لأخبر عن بيت فلان فقط أنتم يا أهل الدار فلانية طعامكم اليوم كذا عشاوكم كذا ادخلتم لأولادكم كذا يا بني كلهم كيف يعرف هذا وكان والله يطلعهم والمفروض أنهم يؤمنون كلهم أطفالهم ونساء ورجالهم لأن هذه الآية بين أيديهم ما هي وهمية وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون حتى ولو كانت بيضة ادخلت لابنية تقول ادخلت البيضة البلانية لولدك ولكن من لم يشئ الله هداية والله ما يهتدين ما آمنوا أتباعوا الحوايون طاردوهم وأبعدوهم من البلال لاجئوا إلى الجبال هؤلاء منهم آل يهود ما زالوا على أشد ما يكون مكان وخدع إلا أن لهم بعض الأساليب أحسن من أساليب العوبة الهاضطة أذكى قال وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئك بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين بالله ولقائي بالله ورسله بالله وكتبه بالله وعده ووعيده بالله وقدرته ورحمته وحكمته لما تؤمنون بهذه أية آية أوضح من هذه الآية يخبر أهل القرية كلهم بما يأكل وما يدخلون ما كان معهم ولا أكل معهم ولا يخطي ولا يكذب أبدا لو لم يكن رسول الله كيف يخبر بها الساح والله ما يستطيع ولا يقدر على هذا لكن ضعف إيمانكم هو الذي ورطكم فلهذا قال إن كنتم مؤمنين فوالله لو كانوا مؤمنين بحق لكانت تنشرح صدورهم وتطيب نفوسهم لهذه الآيات الإلهية لكن المر المتأصل ما هم بالمؤمنين الصادقين في إيمانهم وما زالت البراهين ومصدقا لما بين يدي وهذا الكلام الذي تسمع متى قاله عيسى وهو في القماط عرفتم تكلم وهو في المهدي بهذا الكلام وبغيره وما أخبر بكله وقع في الحرف الواحد ومصدقا لما بين يدي من التوراه أي من أحكامها في الحلال والحرام والشرائع والقوانين لأن كتاب إلهي وإن داخله النقص وزيادة لكن الأصل هو التوراه أنزلها الله تعالى على موسى وبين موسى وعيس أكثر من 3000 سنة ومصدقا لما بين يدي من التوراه ما السبب في هذه لو كان دجالا أو ساحرا أو يريد دولة أو يريد منصب ما يوافق ما في التوراه أبدا يأتي بما يخاربها ويناقضها لكن كوني ما أدعو إليه وأقوم به وتلبست به كله كما في التوراه إذن أنا من أنبياء الله ورسوله أو ما تفطنتم لقوله ومصدقا لما بين يدي من التوراه لو كان ما جاء بيتنافى معها سهل أن يقول كذاب لو يأتي الآن واحد من يدعي الولاية أو النبوة ويناقل ما في القرآن في من يقبله ولا أحد لكن لو دعا دعوة وجدناها في القرآن نقبله ولهذا قبلنا الدعاة الصالحين لما لأنهم لا يناقضون ما في كتاب الله بل يؤيدونه ويعبعون عنه ويدعون إليه فلو تناقض داعي لدعوة ما مع القرآن مرفوض مرفوض أليس كذلك ومصدقا لما بين يدي من التوراه ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم ولأحل لكم بإذن الله أزوجل لا بعض الطعام بعض الشراب بعض اللباس بعض المركوب الذي كان حلال وحرم عليهم هذا الذي يحل لهم هو ذاك الذي ظلموا واعتدوا على عهد أنبياء الله فحرمهم الله منه فلما جاءت رحمة الله مع عيسى عليه السلام لو آمنوا لأحل لهم بعض الذي كان محرم عليهم من أجل بغيهم وعدوانهم أم الذي يحرم عليهم لأجل ما فيه من الضرر كبات فهو يبقى على أصله القتل حرام دائما الزن حرام الرب حرام الكذب حرام لكن اللحوم التي حرموها أو بعض الشحوم أحلها لهم هذه آية نبوته أنه يحل لهم بعض الذي حرم الله عليهم عقوب لهم فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم طيبات أحلت لهم فلما جاء عيسى جاء برحمة الله عز وجل جاء لو آمنوا به لأحل لهم ما كان قد حرم عليهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم لما قال آية عدنان هو آيات لأن لفظ آية اسم جنس كنعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة واحدة كيف نعدهم ونحصها الذي لا يحصى العدد وإلى الواحد إذن فنعمة معناها نعم كذلك وجئتكم بآية آيات عشرات مئات الآيات فآية اسم جنس كنعمة كما قلت لكم نعمة الله واحدة نعمة السمع البصر والعلم نعم ولكن قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هل يفهم العربي أن الواحد ما يحصى الشيء الواحد يحتاج إلى عدد ما يحصى إذن لابد أنه أفاد بالملايين وقد جئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون أي بناء على هذا ما بقي لكم إلا أن تتقوا الله عز وجل ولا تخرجوا عن أمره هي وأطيعون فيما أدعوكم إليه لأن رسول الله إليكم أقودكم إلى شواطئ السلام والسعادة طاعة الرسول واجب ولا لا إذا لم يطع كيف يعلم كيف يهتد الناس إذن أمرهم أولا بتقوى الله عز وجل أي خافوا ربكم أن ينتقم منكم أن ينزل بكم بلاء أو شقاء أو يعذبكم خافوا إذن فآمنوا برسول الله إليكم وأطيعوني لأني أقول لكم افعلوا كذا ففعلوا ولا تفعلوا كذا فلا تفعلوا فإذا لم تطيعون ما ينفعكم إيمانكم وتقواكم فاتقوا الله وأطيعون وجاء الختم الأخير إن الله ربي وربكم عيسى مربوك له رب إذن ما هو برب كيف يجعلونه ربا هو يعتى يقول الله ربي وربكم فاعبدوه ما هي عبادة الله أيها المسلمون هل نحن الآن نعبد الله العبادة هي الطاعة وعندنا فلان عبد لفلان أي يخدمه يطيعه إذا قال قف وقف إذا قال إلزم الباب يلزم الباب إذا قال امشي نم ينام أطاع فالطاعة هي فعل الأمر واشتناب النهي إذا أمرك سيدك بأن تقول قل فإن قلت لا أقول عاصيته وأصبحت تساويه قال سيدك افعل افعل قلت ما نفعل ما عبدته ما عطعته لكن ليس مجرد الطاعة يتحقق فيها معنى العبادة أولا تعرفون الطريق المعبد وإلى لا طريق في الصحراء الأشواك والحفار والتراب ورمل فيأتي المسؤول يعبده بالآلات لما يعبده يذل وإلى لا يسكن يتواطع إذا فالعبادة الطاعة التي صاحبها يذل غاية الذل لمعبوده لمن طاعه ويعظمه غاية التعظيم له انظر إلى الطرفين ينكسر يذل تماما كالأرض المعبدة ما يفع جنب ولا راس ولا ثم يعظم معبوده فوق كل تعظيم إجلال وإكبار وثالثا أيضا أن يحبه أكثر من نفسه هو الذي أذله كذا ولا لا فذل له استعبده فعبده ويجيب أن يحبه أكثر من نفسه فالعبد الحق الذي يعبد الله إنسان يطيع الله عز وجل في أمر ونهيه ولكن لا في عن تري وتعال يترفع مع ذل وصغار وتطام وقنوت وخضوع أما أن تعبد وأنت تتعنط لا وأنت تذل وتسكن ثم تحبه أكثر من حبك لنفسك وأهلك ومالك ثم تعظمه وتجل وتخبره حتى يكون أكبر من كل شيء عندك هذا قول عيسى إذن إن الله ربي وربكم فاعبدوه ثم قال لهم هذا صراط مستقيم هذا الذي بيّنت لكم صراط مستقيم والله ما ينتي بأله إلا إلى الجنة ألا وهو عبادة الله وتقواه وطاعة رسولي هذا هو الطريق الموصل بأصحاب إلى الجنة إلى الفوز في الدنيا والآخرة بكلمات عيسى وهو طفل ما زال يرضى تحققت كلها ولا لا والله كلها وإليكم موها مرة أخرى ويعلمه الكتاب والحكمة هذا إخبارا قبل ما يوجد إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن ماريهم وجيه في الدناء والآخر ومن المقاربين ويكلم الناس في المهدي وكالا ومن الصالحين قالت أن لا يكون لي ولد ولم يمستني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يخلق كون فيكون ويعلمه ما زال مولد ويعلمه الكتاب والحكم والطورات والإنجيل ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل ويقول أني قد جئتكم بآية ما ربكم أني أخل لكم من الطين كهيط الطير فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله وأبع الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون في بيوتكم وما تدخرون ومصدقا لما إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين كون أننا نقول المؤمن حي ولا لا والكاف ميت هذا في آية كنتم مؤمنين إذا كنتم كفاء لا تشاهدون شيئا الشام سنكرون قالوا ما نعرف إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوار وفي هذا ما علمتم لو أن داعي يأتي بلادنا ويدعو في غير القرآن مرفوض من يقبله لكن إذا كان يقول قال الله قال رسوله نقبل ما يتناقر ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم بلطف الله وإحسانه ببركة عيسى لو آمنوا بالآحل لهم كثير من المحارمات عليهم عقوبة لهم حرمت عليهم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم وقال إن الله أبي ها إن الله أبي وأبوكم إن الله ربي وربكم كيف يقولون عيسى بن الله يا ليت يأتين مسيحي ويقبل من البيان علقوه في أعناقهم وإلا صلمان حتى في الساعة يتبركون بالصليف كيف تعتقدون أن اليهود قتلوه وتعبدونه لا باش أن تغضبوا عن اليهود نعم نحن لا ننكر غضبهم عن اليهود حق صلبوا عيسى ما صلبوا عيسى لكن الذي تمثل به أما أنكم تعبدونه وقد قتله اليهود أعداءكم أين عقولكم كيف يعقل هذا كلام وهل عرفتم ما قلت لكم الجهل التقليد التضليل كم مرحلة أولا الجهل هذه ثماره ثانيا التقليد جاهل ويقلد ما يفكر فيما يقول فلان شالد التضليل للرؤساء والذين يدون أن يسود على حساب غيرهم يعرفون الحق وينكرونه وقد جربنا هذا في المسلمين فيما شايخ من الطرور كانوا يفجرون بنسائنا قل لك أنت ما تشاهده بس ترانه يزني وأمه يزني والشاهد عندنا درسنا هذه الآيات ما هي نتائجها الطيبة إذن هداية هذه الآيات أولا وتفطن من أين أخذنا هذه الثمار الطيبة شرف الكتاب وفضلها الكتاب لها شرف وفضل وإلا لا هاته ويعلمه الكتاب والحكمة إذن الكاتب عندنا خير من الذي لا يكتب وإلا لا ما توظف إلا إذا عندك هذا ابتدائيا ما تعاف الكتاب يمشي وليكتب كما علم الله شكرا لله عز وجل لكن وإن قال مريض ها هو النبي ما يعاف الكتاب ماذا تقولون ذلك آيات أنه نبي الله ورسوله لو كان لو كان يكتب لقال هذا كتاب وكتبه رأيناه في الجبل فلان ربي سنة ويخطط وقال هذا كتاب الله ولكن لتقوم الحج على الإنس والجني أنه لا يكتب ولا يقرأ والله العظيم وكيف يأتي بهذه العلوم المهاجد مستحيل لو لأنها وحي الله وتنزيل وكتابه إئتون بدويا والعابيا أو أعجميا لايق ولا يكتب ويأتي بعلم معارف ممكن مستحيل فكونه أميا آية نبوته ومصداق رسالته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يكلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ثانيا فضل الحكمة وهي الفقه في أسرار الشرعي والإصابة في الأمور ما بينا هذا البيان الكافي ها هي ذي جاءت بين أيديكم أخبر تعالى أنه سيعلم عيسى الحكمة ولا لا الكتاب أولا والحكمة وبعد التوراة والإنجيل ما الحكمة قال هي الفقه في أسرار الشرع والله يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هو يفهم أسرار الشرع لما الوضوء لما يقصي ثلاث مرات لما صلاة الصبح في هذا الوقت لما حرم الله نكاحا مثلا المشركين وهكذا الفقيه الحكيم الذي يفهم أسرار الشرعي هذا أولا والثاني الإصابة ما يخطئ الحكيم يضع كل شيء في موضعه لما يجلس يعرف أين يجلس والذي لا حكمة لا يجلس في مجلس الشيخ بعد يقول قوم تعرفون هذه وإننا أنا أبو هلول بعثتني أمي أدرس وطلبوا لي كتاب كذا يوم نبحث عنه لما دخلت على الشيخ في المسجد الطلاب جالسين والشيخ ما جاء لكن مكان فاضي والطلاب بدوا من الآفاق ما هم حضريون أنا جلست في مكان الشيخ فعوا في وجه بصيحة قوم قوم لا إله إلى الله ما في لطف ولا رحمة قالوا هذا صغير ما يفهمك لا يجي عنده وإذن يقول لك مفرلك هذا المكان ما هلت هذا للشيخ لكن أين الآداب والشاهد عندنا الإصابة في الأمور كلها حتى الملعقة يعرف ما ينمسكها اللقم يعرف كيف يتناولها نعد يعرف كيف يمشي به وهكذا الحكيم الذي يضع الأمور في مهارها قال ما يخطئ اللهم اجعلنا من أهل الحكمة قال فضل الحكمة وهي الفقه في أسال الشعار أولا والإصابة في الأمور يعني قال ما يخطئ الحكيم لما هذا يستعين بالله عز وجل وبالنوع الباطني في نوع باطني وإلى لا هذه الطاقة أكبر من هذه الطاقة وهي نتيجة لمولد عجيل من يظكم مولد الطاقة يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانا الفرقان أعظم من الفرق ما تفرق به بين الحق والباطل والخطأ والصواب والخير والشر والنافع والضار إن تتقوا يجعل لكم فالذين يعيشون على تقوى الله ظاهرا وباطنا يوجد في قلوبهم نوع يميزون به بين الحق والباطل والخير والشر والنافع والضار كأنما نوع بين أيديهم هذا وعد الله هل عرفتم من هو الذي فاز بهذه الشهادة أولا ابن الخطاب عمر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان من أمتي محدثون أي تحدثهم الملائكة لكان عمر ولكن لا نبي بعده ولده عبد الله الذكي التلميذ للرسول يقول ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كماغا هؤلاء هم الذين يجب أن يكونوا في المباحث عرفتم هذا النوع ينظر للشخص أرميها من جيبك سارق سارق فليهذا ندعو المسؤولين في العالم الإسلامي أن يخرجوا ربانيين ويجعلونهم في الاستخبارات ونباها أما إذا كانوا جهال يتخبطون والله يدون الحكومة لكن يقولون وأنتم أين أنتم أصحاب الفرقان نقول نحن وإياكم سواء هيا نعود إلى المدرسة المحمدية ونتخرج كلنا بنسائنا وأطفالنا ما هي المسجد في القرية أو الحي لا يتخلى فاجل ولا مرأة ولا ولد كل ليلى من المغرب إلى العشاء نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونهذب آدابنا وعواحنا وثم كلنا علماء ربانيون أعوذ بالله من الشيطان رجيم فلما أحس إيسا منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن نا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطاهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم قيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم الناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم معاشر المستمعين والمستمعات أعيد إلى أذهانكم أن هذه الآيات نزلت في إبطال تأليه عيسى عليه السلام وهي تحمل غد المفحم لوفد نصار نجران إذ جاءوا يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاجونه في شأن عيسى ووالدته إذ النصار يؤلهون عيسى وأمه والأقانيم الثلاثة هم فيها مرتبكون هل هي الله وعيسى وأوح القدس أو هي مريم وعيسى وأوح القدس فكل طائفة تقول بما أملى علي الشيطان والحقيقة هي أن عيسى عبد الله ورسوله ومن عظيم أي زوجة هيا نتأمل قول الله عز وجل فلما أحس إيسى منهم الكفر الإحساس يكون بالحاسة والحواس عندنا خمس السمع والبطر واللسان والشم والإعدان والجلال أحس أي عالم بواسطة النظر أو السمع عاف منهم الكفر واجه فلما أحس إيسى منهم الكفر وعاف أنهم الآن يريدون أذاه وقتله لما شعر بهذا بإحساس كامل قال من أنصار إلى الله طلب النصر من المؤمنين من ينصر عيسى وقد مكر به القوم ودبوا له الأذاء والقتل إذن فأجابه الحواريون والحواريون جمعوا حوارية وهو الأبيض القلب الزكي النفس ذو الأخلاق العالية الحواريون كانوا إثنى عشر رجلا آمنوا بإيسى وصدقوا وشاهدوا الآيات وكان يبعثهم للدعوة نيابة عنه الحواريون قالوا نحن أنصار الله بمعنى استنجدهم لنصرته فما تأخروا عن دعوة عيسى بل رفعوا أصواتهم قائلين نحن وأنصار الله قولوا من أنصار إلى الله فهل إلى هنا بمعنى مع من أنصار مع الله يجوز لأن حروف الجر تتناول ينوب بعضها من بعضها من أنصار مع الله ويصح أن تبقى إلى على بابها وهناك محذوف من أنصار في الطريق إلى الله في طريق إلى الله في دعوة إلى الله والكل صالح قال الحواريون وهم اثنى عشر من الصالحين والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ولو حواريون وأنا حواري الزبير ابن العوام وهو ابن عمته فرضي الله عن الزبير كان من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمته ماذا قالوا آمنا بالله واشهد يا روح الله بأن نا مسلمون واشهد يا عيسى يا روح الله بأن نا مسلمون وهنا يعود بنا الحديث إلى أن الديانات الإلهية من عهد آدم إلى عهد نبينا صلى الله وسلم لم تخرج عن كونها آل إسلام أما اليهودية أما النصرانية أما 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 تلك الديانات والملل كلها مبتدع أصل الدين هو آل إسلام لأن الإسلام هو أن يسلم الإنسان قلبه ووجهه لله فقلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله ووجهه لا يقبل به إلا على الله يدعوه ويسأله ويتضع عليه ويطيعه ويطيعه فيما يأمره وينهار عنه وقد تختلف الملل في الأمر والنهي لأن الشارع حكيم فقد يحل لأناس ما يحرم على آخرين وقد يكلف أناس ما لم يكلف بآخرين بحسب استعدادهم وما تهيأ له للكمال والسهلة أما أصل الدين واحد هو الإسلام ونوح قال وأمعت أن أكون من المسلمين وهكذا يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين فاليهودية النصرانية البوذية هذه المل الكل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان الذي أنزله الله وبالآيات وبعث بها الرسول هو الإسلام وهؤلاء الحواريون لما استنجدهم عيسى قالوا آمنا بالله وأشهد يا روح الله بأن نا مسلمون أي منقادون خاضعون ذليلون لربنا عز وجل ننصر من ينصره ونوال من يواليه ونعادي من يعاديه فكان المفروض في النصر أن يدخلوا في الإسلام ويتخلوا عن هذه البدعة المنتنة ولكن هذا حكم الله لأملأن جهنم من الجنة والناس وقالوا ربنا أي ربنا آمنا بما أنزلت من الآيات البينات من التراتي والإنجيل والزبور وما أنزل من الآيات القرآنية أو الآيات المعجزات واتبعنا الرسول الرسول ناب الأليف اللام الللعهد أي رسول عيسى عليه السلام فعيسى رسول الله أي مرسوله الله الذي أرسله إلى بني إسرائيل واتبعنا الرسول ما قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا عيسى بل قالوا اتبعنا الرسول ففيه تقرير رسالة عيسى عليه السلام وأنه عبد الله ورسوله الرسول الكريم العظيم المبجل الصادق قل ما شئت في هذا التعريف إذن توسلنا إليك يا ربنا بالإيمان بك توسلنا إليك يا ربنا بالإيمان برسولك فاكتبنا مع الشاهدين هذه الفاء لها مغزاها توسل إلى الله بقولهم ربنا أي يا ربنا آمن بما أنزلت أي صدقنا بالذي أنزلته علينا من بركات السماء من الرسالات والمعجزات والخيرات والبركات واتبعنا واتبعنا الرسول أي مشين وراءه فلم نتقدمه ولم نمشي عن يمينه وعلى نساره ولكن وراءه لاتباع أن تكون وراء المتبورة واتبعنا الرسول إذن فاكتبنا مع الشاهدين توسلوا إلى الله بإيمانهم وعملهم الصالح إذ قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أعطنا شيئا وهو أكتبنا مع الشاهدين من هم الشاهدون الشاهدون غير الشهداء هم ما ماتوا في سبيل الله ما قال واكتبنا مع الشهداء قالوا مع الشاهدين هل نحن منهم آه كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمات ألقاها إلى مريم وروح منه هو من الشاهدين الحمد لله أننا من الشاهدين شهدنا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فلذا اللهم اكتبنا مع الشاهدين في ديوانهم أرأيتم إخوانكم الحواريين كيف يتوسلون إلى الله عز وجل أهل بصيرة ونحن الحمد لله لا نتوسل إلا إلى الله وبما يحب أن نتوسل بإليه وإخواننا في الشرق والغرب إلى الآن يتوسلون بجاه فلان وحق فلان ويجادلون أيضا لمما قالوا بجاه على رسولك قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول إذا فاكتبنا مع الشاهدين فكتبهم الله قال فعلت آمين أبشر يا أبا عبد العزيز على شرط أن يتوفان الله ونحن من الشاهدين ألا تتغيى قلوبنا قال تعالى ومك عاد السياق إلى أين إلى الذين تخوفهم عيسى وقال من أنصار إلى الله من هؤلاء الذين قال تعالى ومك في الهاف الشعر عندك ومك سقطت كلمة في السطر الأول ولرسولك برسالة قال تعالى اكتب ومك أي ونفذ اليهود مكرهم والعياذ بالله تعالى ونفذ اليهود مكرهم في محاصاتهم منزل عيسى عليه السلام نفذوا ما بيتوا ودبروا وجاءوا بشرطتهم ورجال حكومتهم وطوقوا منزل عيسى ليأخذوا ليقتلوا أو يسجنوا ودام الحصار ساعات اخرج ما يخرج وبعد ذلك داخل رئيس الشرطة فلما دخل ما وجد عيسى عيسى رفع الله إليه إن فتحت روزن كهذه مفتوحة الروزن كوة في الصدح كانت موجودة في الزمان القديم كل بيت لا بد فيه الروزن فارفعه الله إليه منا وألقى الشبه على هذا الرئيس الشرطي فلما تأخر ما خرج دخلوا وجدوا ظنوا أنه إيسى فألقوا الحبال في يديه أو السلاس وسحبوه أو ناسا وعيس الشرطة ما انتبهوا مشغولون أو كما أخبر تعالى وضعوه على الأعواب وصغبوه شنقوه وأما إيسى عليه السلام فهو عند الله عز وعز قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين انتبه يا عبد الله ويا أمط الله بأن أفعال الله لا تشابه أفعال المخلوقين لأن ذات الله لا تشبه ذات المخلوقين فإذا نسب تعالى إليه المكر لا تفهم أنه كمكر الآدميين لضعفهم وعزهم وقلة قدرتهم وإن كان المكر التبييت في الخفاء هم دبروا والله عز وجل دبه لكن تدبير الله فوق تدبيرهم هو العليم الحكيم القوي القدي وهم الجهل الضعف العجز المساكي ومكروا كما علمتم ومكر الله عز وجل إذا رفع عيسى وترك أم يتيهون قال ومكر ومكر الله والله خير الماكرين أفضلهم وخيرهم لأن مكر الإنسان بأخيه للأذاء الضرر به ومكر الله لأولياء لإنقالهم ورفعهم وإعزازهم وإكرامهم وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ومكر لي ولا أتمكر علي اللهم ومكر لي ولا أتمكر علي فمن أراده أهل الشوي بسوء ومكروا به وبيتوا كيف يضربونه فإذا مكر الله بهم أراع جهودهم وخيب آمالهم وأنزل بهم نقامه وعذابهم وهذا بيان مكر الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى يا عيسى إني متوفيك وغافعك إلي ومطاهعك من الذين كفه الآيات هذا النداء لله لا مانع أن يكون بواصلة جبريل لا مانع أن يناديه ويكلمه ويسمع كلامه هذا روح الله هذه كلمة الله نادىه ربه يا عيسى بالاسم العلم وعيسى وعيسى قيل معرب يوشع أو يشوع في اليهودية لكن حسبنا أن يسميها الله في كتاب عيسى ما نقبل يشوع ولا يشوع يا عيسى إني متوفيك أي متمم لك الأيام والليالي التي كتبتها لك تقضيها في هذه الدنيا ثم بعد ذلك أنزلك لتتمم بقية عمرك وهنا الذي نوقن به ونشهد عليه ونشهد به أن عيسى ما مات لأن الله لا يجمع له بين موتتين الموت صعب وإلا سوف نذوقه قولوا صعب وإلا سهل نذوق وإلا كل نفس ذائقة الموت فمرارته يأبى الله أن يصيب بها عبده مرتين فعيسى لو مات ما يميته مرة ثانية فسوف ينزله في آخر هذه الأيام ويقضي ثلاثة وثلاثين سنة داعيا إلى الله عابدا ذاكرا شاكرا وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيحج البيت قال كأني بابن مريم بالروحا يلب بحج وعمى أو بعمى وحج ثم يتوفاه الله كما توفى أنبياءه ورسوله وخاتمهم صلى الله عليه وسلم هل يدفن في الحجر النبوية لا يصحن تقول لا حرام لك تكذب لا يصحن تقول نعم ما آيات ذلك يبقى الكلام ممكن جائز إذا أراد الله أن يكرمه ويكرم أهل الحجر دفنه معه يا عيسى إني متوفيك هنا أضطاب بعض أهل العلم وقالوا متوفيك بمعنى مميتك وما قال مميتك قال متوفيك أنا وفيتك يا عدنان ذاك المبلغ وإلا هل معناه أمدته آه أو أعطيتك كاملا الموضوع ذاك الذي بين وبينك ما وفيتك ما المطلوب منه أي أتممت لك وكمنت فليس متوفيك بمعنى مميتك إذن فهو بمعنى متمم لك العدد الأيام التي كتبناها لك في كتاب المقادير تتمها في هذه الحياة تقضية ثم أرفعك إليها وهو في الملاكوت العلاء لا تقول كيف هذه انزحها من ذهنك السنن التي علمنا الله إياها إن شاء أبطلها وأوقفها وأوجد بدون سبب ها قد أوجد عيسى عيسى بدون أب أين الأسباب أين المني والحيوان فيه إذن فعيسى في الملكوت العلاء ورسولنا صلى الله صلى الله لو شاء الله أن يبقيه في الجنة ليلة العيسى والمعواج يعجز الله عن ذلك يبقي تقول عيسى يأكل يشرب إيه يأكل يشرب يأبون يتغوط لا والله الطعام يستحيل إلى عرق وجوشاء كأهل الجنة كلهم بلايين القنق انتهت سنة الأرض حياة أخا تقول يشيب أو لا يشيب كيف الآن كم سنة سبعمائة سنة ما يشيب عاش نوح ألف سنة ولا يشاب أو لم يشيب ثم كونه في ذلك العالم غير قابل للفناء إذن لا يشيب أهل الجنة كلهم في سن 33 سنة لا ينقصون ولا يزيدون بلا حد ولا نهاية طبيعة ذلك العالم ما تقبل هذا لن نعيش نحن بالشمس والحرار والشرف والمرض والقوة والعجز وما يدين عما قال ابن اسمع عيسى خرش نزل ينزل على المنارة البيضاء في مسجد دمشق الجامعة بين ملكين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي أي بجواري في ذلك القدس والطهر في الملكوت العلام والمسافة كما علمتم سبعلاف وخمسمائة سنة للطائر هذه الجنة وقول ومطهرك من الذين كافأوا هذا اللفذ يدل على أن المجتمع اليهودي تلك الأيام أصبح أخبت مجتمع متعفن أنجيس وأرجيس وهو كذلك الربا العهر الزنا الخيانة سفك الدماء لا إله إلا الله فأراد الله أن يطهره من تلك العفونات والأوضاع الهابط الساقطة رفع إليه وتركهم في فثنتهم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا كفروا بك يا عيسى وبما جئت به كذبون في الإنجيل وما أنزلنا فيهم الآية البينات لما كفر اليهود بالإنجيل لأنه نزل بما يتناف مع شهواتهم وأطماعهم وأغراضهم وآدابهم الهابطة وأخلاقهم الفاسدة ما أطاقوا فقالوا هذا ساحل ما شاهدوا المعجزات الخارقة للعادات وقالوا ابن زنا وقالوا وقالوا تنثيرا للناس عنهم وإبعاد لهم عن عيسى عليه السلام ومطهرك من الذين كفروا نعم الذي يعيش في مجتمع هذا صاقط الخبث والفجور ثم ييسر الله لأن ينقذه منه وينزل في بلاد طاهرة ما طهره كثيرون الآن من المسلمين يودون أن ينزلوا في المملكة مل الخبث والفساد والشر الذي يشاهدون في كل ما التفت إليه ومطهرك من الذين كفهوا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفهوا إلى يوم القيامة وعد الصدق إسمعوا هذا الوعد لعله يتحقق لكم في المستقبل لقد تحقق لأسلافنا كما أعلم الله عز وجل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفهوا وهذا يشمل كل من يكون على منهج إيسى في التوحيد والعبود يلله رب العالمين في أي عصر كان وقد حقق الله هذا لرسولنا وأصحابه وأحفادهم بعد أبنائهم ثلاث قرون وهم سائدون والكفار أذي لا مهانون من اليهود والنصارى وغيرهم تحقق هذا الوعد وإلى لا فقط اتبع عيسى ترتفع وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفاوا إلى يوم القيامة وهل يسود اليهود ويعزون وإن انتفشوا هذه الأيام وانتفقوا لأن المسلمين هبطوا لو يرتفع المسلمون ينتهي وجود اليهود ولا عز ولا كاملا لكن نحن الذين أعززناهم لا تقل هذا يا شيخ نحن ما ننسى أبدا أننا نقول ابتلان الله باليهود فأذاقون مور الذل والهون وهم حفنا شذاب آفاقيون من الشرق والغرب ليعلمنا الله بأننا مذنبون بأننا ننحرفنا وسلكنا مسلكا لا يريد والله عز وجل فأران آية من آياته لعلنا نفيق ونفهم آل يهود أذل الخلق ننصرهم عليكم وكم من معركا تصعفيا وتمزقنا وهربنا علنا نرجع ولكننا كالمكبلون بالحديد والأغلال ما نستطيع أن نجتمع في بيتي في روضة رسول الله سلم في يوم ونقول بايعناك يا إمام المسلمين وكلمتنا واحدة ودستورنا واحد وأمة الإسام أمة واحدة لو يتم هذا في أربع عشرين ساعة يرحى اليهود سنتهي عزتهم وكرامتهم لكن رضينا بالانقسام والفوق والخلاف والتطاع وتركنا الصلاة ومنعنا الزكاة وأبحنا لما حرم الله كيف نريد أن ينصرنا الله حاشاه ما ينبغي والشاعد عندنا في هذا الوعد لإله الكريم وجاعل الذين وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفوا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم كافركم ومؤمنكم عزيزكم وذليلكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تقتربون أي بيان أعظم هذا البيان إلهي ثم إلي لا إلى سوايا لا إلى غير مرجعكم أبيضكم وأسودكم عابكم وعجمكم مؤمنكم وكافركم إنا لله وإنا إله راجعون راجعون ولا لا تشاهدنا نموت كل يوم ولا إلى أين إلى الله نتجمع ثم نبعث في ساعة من الساعات ليقضي الله بيننا ويحكم وهو أحكم الحاكمين هذه عقيدة البعث والجزاء ثم إلي مرجع أول قال فوق لنكفع إلى يوم القيامة أي يوم هذا يسمى بيوم القيامة اليوم الذي يقوم الناس فيه من قبورهم يسمى يوم قيام أو قيام كل واحد يوم قيام يوم قيامة البشرية كانوا في الأجداث في القبور صيحة واحدة بعد أن يتم خلقهم وتركيبهم على أكمل صورة ينفخ إصاف في فوقه فإذا هم قيام ينظرون وهذه ضرب على خد النصار النصار يقولون لا أجسام يوم القيامة ولا سعاد إلا للآواح فقط ويكذب وخواف وضلال يعيشون عليه الآن لما أيعجز الله أن يعيد الخلق من جديد من قال يعجز كفى وكذب الله ووصله كيف استعاد في الآواح فقط وحكاية المسلم اللبناني هذا موطنها كان مسلم لبناني يركب مع مسيح في سيارة في لبنان تحدثا وتجاذب أطاف الحديث وأخذ المسيح يسخر يقول أنتم المسلمون تقولون إننا في الجنة بأبداننا وأواحنا وناكل ونشرب قال إي نعم قال إذن كيف تكون بطوننا لما نأكل نشرب بالخوء والبول هو ضحك فألهم الله عز وجل المسلم عام ولكن قول الله تعالى وتلك حجتنا آتنا هباهم على قومه قال له يا هذا أنت ساقعت من أننا نأكل ونشرب ونتمتح في الجنة وأنتم تقولون لا أكل ولا شرب ولا ولا مجرد أواح في الجنة هذا الطفل الصغير في بطن أمه من الشهر السادس وهو يأكل يتغذى وينمو على الغذاء ووالله ما يبول ولا يتغوط الشهر التاسع يأكل يتغذى ينمو والله ما بال ولا تغوط وبمجرد أن يخرج من بطن أمه يبول فكانت صفعة أرادع لذاك الصليبي وانتبه نام أخبارنا رسول صلى الله أن الأكل والشرب الشرب يكون كله عرق والله أطيب من ريح المسك وأما الشباع يكون جوشاء فقط لا بول ولا غايت ولا مرض ولا هرم ولا كبر ولا ولا بليارات السنين بلا نهاية ذاك العالم غير قابل للفنى عرفتم يوم القيامة ما ننسى هذه الكلمة الإلهية وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفو قد يقول القائل هيا نتبعي سعلا نقول نام ولكن ما نسخه الله من الشرائع والأحكام يجب أن نتركها لأن الحكيم نسخها وما أقره ولم ينسخه وما هو عليه نحن الآن نعمل به وقائمنا عليه فما خرجنا عن شريعة عيسى أبدا إلا فيما أبنى الله فيه بالفعل أو الترك حسب علمه وتشريعه للخلق عقيدتنا عقيدة عيسى والحواريين عبودية الله والله عباد عبودية عيسى والحواريين فكون أحل لهم طعام حرمه علينا أو أذلهم في فعل ما لم يذلهم ماذا يعود إلى حكمة المشهر بحسب بحسب أحوال الناس وأوقاتهم فنحن متبعون العيسى لكن لما ما اتبعناه وخرجنا عن هدي الله ورسوله أحل الله بنا ما أحل بنا استعمارنا الشرق والغرب أذلون وأهانون وما زلنا نستعطفهم ونسترحمهم أما وعد الله فنافذ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفوا إلى يوم القيامة ولا تقل النصاء فوق اليهود والنصاء ما اتبعوا عيسى اتبعوه أعوذ بالله كفروا به وبما جاء به أله وعبدوا وجعوا إلها مع الله يقال هؤلاء اتبعوا عيسى ما ننسب بيان عيسى أبدا يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أما كون اليهود أذل تحت النصارى لقلتهم فقط ومع هذا قد انتصر عن النصارى وهم يسوسون بالداخل الخارج بحيالهم وماكرهم وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من العقيدة إلى العبادة إلى كل الشرائع الأحكام الذي اختلفتم فيه الله يحكم بينكم فيه فيحق الحق لأهله ويبطل الباطل لأهله ثم قال تعالى في بيان حكمه ما قال يحكم بينكم وإلا كيف يحكم الله يبين لنا الكلام قال فأما الذين كفروا بي وبرسولي بي وبشرائعي بي وبلقائي والوقوف بين يدي هؤلاء فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم الناصرين هذا وجه الحكم في الدنيا فأما الذين كفروا كفروا بماذا بي وبرسولي وبكتابي وبشرائي وأحكامي ولقائي لا غير ذلك هؤلاء فالحكم هو أنني أعذب عذابا شديدا والشديد بالنسبة إلى الله ما هو شديد بالنسبة إلينا الدنيا بالذل والهون والدون وفي الآخرة بالخلد في عذاب النار وما لهم من ناصرين لا يوجد لهم ناصر ينصرهم أبدا إذا قيل ادخلوا النار في من يشفى يوم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوا ها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا الفريق الأول الخلاف كان بين فريقين وإلى لا بين موحدين ومشركين بين مؤمنين وكافرين بين صالحين وبين مفسدين وإلى لا القسم الأول بدأ به لأنه الأكثر أكثر ولا لا يا آدم خذ بعث النار كم يا ربي من كل ألف كم تسعمية وتسعة وتسعين كلها إلى جهنم وواحد إلى جهنم فلهذا قدم هذا الصنف فأما الذين كفروا ولأن الكفر مفزع في الحقيقة في طرف الإنسان ما تتلام مع الكفر الآن لو تقول لمسيح كافر يغضب لو تقول ليهود كافر يغضب لو تقول لهابق من هباطنا لا صلاة ولا صيام ويغضب فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بماذا بالهون والذل والذون ولهانه الفقه البلع والآخرة لا تأسأل عن عذاب النار الطعام الزقوم الشراب الحميم السلاسل والأغلال السلسل والله يدخلون في فمه ويخرجون من دبره طولها سبعون دعان وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هم قولوا نحن أو تشكون وأما الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات ثانيا لما يقدم الإيمان لأن المؤمن حي يعمل والكافة ميت كيف يعمل الكافة وهو ميت أولا آمن عبد الله فإذا أمنت فإذا آمنت أمنت وصدقت فيما تقول وتفعل وأنت على ذلك قادر بعد قبل الإيمان هياة هياة أن يعبد الإنسان الله عبادة حقيقية فأما الذين آمنوا آمنوا بأي شيء بالله وملايكته وكتبه وبكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من شأن الغيب والشهادة وعملوا الصالحات ما هي الصالحات وتصلح ماذا الصالحات هي العبادات التي تعبدنا الله بها من الوضوء إلى العباط في سبيل الله فكل عبادة كانت قولية أو عملية هي من الصالحات لأنها صالحة بالفعل وتصلح ويصلح الله بها القلوب والنفوس فكل عبادات التي تعبدنا الله بها سمها الصالحات جمع صالحة ماذا الجزاء قال فيوفيهم أجورهم أجور جمع أجر 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 وأجر ما يتقاضاه العامل مقابل عمله هم آمنوا وعملوا الصالحات هذا عمل وإلى الجزاء الأجر ما هي قالوا وفيهم أجرهم كاملا فيوفيهم أجورهم ثم قال والله لا يحب الظالمين ومعنى هذا هو لا يحب الظالمين كيف يظلمهم يصلي ألف سنة ويعد له خمسة وتسعين سنة فقط كيف يتصدق في طول حياتي بعشرين مليون ويحسب له فقط مليونين ونص عجب هذا كلام الإلهي لاحظ قال فيوفيهم أجورهم لو قال ولا ينقصهم من أجورهم شيئا أبدا لأن ذلك ظلم والله لا يظلم إذن فاطمئن أيها الفعل العامل بأن أجوركم تستوفونها الكاملة غير منقوصة وعلة ذلك لأن القاضي لا يظلم لأن المجازي لا يظلم الظلم حرام عليه وقد قال تعالى إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا لطيف والله لا يحب الظلم أبشر إذن لن ينقصكم من أجوركم شيئا وجاء التوقيع الأخير والصفعة على خد نصار نجران اسمع ماذا قال تعالى بما ختم هذا السياق ذلك الذي سمعتم وتلونا وقاراتم ذلك نتلو عليك يا رسولنا محمد نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم ثابت رسالته محمد رسول الله أين دعا النصار الباطل محمد عربي صهرة الحرارة فأفاض بهذه المعاري والمعاري هذا كلام يقول عاقل والله يقول ذلك نتلو عليك نقر عليك من الآيات والذكر الحكيم قولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أعوذ بالله من الشيطان رجيم إن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال لو كن فيكون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فمن حاجك فيه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاربين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ند أبناء وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاربين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم من المفسدين هذه الآيات المدنية صفعت أن صفعة لن يفيق بعدها إلا في جهنم أو يسلم إسم مثل عيسى عند الله كمثل آدم هذا الوفد المحاجر المجادب الباطل وفد نصار نشر عنه قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم كل آدم له أب فما شأن عيسى لا أب له كل إنسان له أب فما شأن عيسى ما له أب إذ هذه من الفتن التي فتنتهم فعبدوهم قالوا إذن هذا ابن الله ما دام ما له أب وأم موجود مريم إذن هذا ابن الله ذي الشبهة التي تورطوا فيها قالوا كما سمعتم كل آدم له أب وعيسى لا أب له كيف إذن لما طرحوا هذا السؤال نزل الجواب من الرحمن جل وعز مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أي آدم من طراب ثم قالوا كن فكان آدم له أب له أم عيسى لا أب له وله أم إذن شأن عيسى كاش أن آدم لو لم يسبق وجود إنسان لا أب له ممكن تقع الشبهة الفتنة لكن وجد من لا أب له ألا وهو آدم من أب آدم كيف إذن خلقه الله وقال كن فكان كذلك عيسى وقد تقدم لنا أن أصناف المخلوقات أربعة من لا أب له ولا أم وهو آدم من له أب ولا أم وهو حوى من له أم ولا أب وهو عيسى ومن له أب وأم وهو نحن والله يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قديم المهم لما طرحوا هذا السؤال وهو في الحقيقة سؤال هم مصابون بفتنته لما قال عيسى ابن الله قال لأن له لا أب له إذن هذا ابن الله الشيطان زين لهم ذلك وعس وانخدعوا وقلدوا وظللوهم فكان الجواب شافيا كافيا مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه أي آدم من طراب ثم قال وكون فيكون وهنا قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممتعين الحق من ربك فلا تكونن من الممتعين فلا تكونن من الممتعين مصدر الحق من هو الله هذا الحق من عند الذي بين تعالى في النعيس كمثل آدم من الله الحق من ربك فلا تكون يا رسولنا من الممتعين أي الشاكين وهنا اعلموا أن رسول الله السلام لا يشكر ولا يكونن من الشاكين إذ الشك كفر ولكن هذا من بابي إياك أسمع إياك أعني واسمع يا جعر أما رسول الله وهو المعصوم وهو المطهر الذي انتزعت منه محطة الشيطان فلا يدخله أنه له أن يمتع أو يشك ولكن هذا بالنسبة إلى غيره فلا تكن أيها السامع من الممتعين أي الشاكين إذ الحق ورد من الله عز وجل وبين لنا كيف خلق عيسى ما هي إلا نفخ نفخها جبريل في كم درع مريم فسرت النفخ وكان عيسى في ساعة واحدة فهزها الطلق إلى جذع النخلة وألجأ إليه وولدته وتكلم معه وبين لها ما ينبغي أن تقوله وتفعله فحملته فانتبدت به مكانا قصيا فأجأها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسه وما كانت أمك بغيا فآشارت إليه كلموا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتابا وجعلني نبيا وجعلني مباركا عندما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن وعيد هذه الكلمات قالها ساعة ولادته يوم ولادته إذن الحق الثابت جاء من الله في شأن عيسى وأنه عبد الله ورسوله ما هو بإله مع الله ولا بابن الله ولا ولك ما يقول الظلال إنما هو والله لعبد الله ورسوله ومن قال غير هذا كفى وانسلق من الإيمان هذا والحق مصدره الله عز وجل إذن فلا تكن يا سامع من المبترين أي الشاكين في أن إيسى عبد الله ورسوله فلا تكونن أظن قراءة نافعة هذه النور للتوكيد فقط لا تقولن كذا وإذا ما أكدن فلا تكون من المتعين ولهذا جرع للإيمان قراءة نافعة ورش إذن ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أجمعين فمن حاجك فيه أي جاد لك يعني جماعة نجران من بعد ما جاءك من الحق وعلمت أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه كان بكلمة التكوين كن ولم يكن له أب فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فإليك الحد الفاصل النهاية هذا ما يسمى بالمباهلة إذا اختلف اثناني وكان أحد ما من الصالحين والحق ماه وكان الآخر من الطالحين والحق بعيدا عنه باهله أي اجتمعوا واجمعوا من تريد من إخوانكم وقولوا اللهم العن من كان كاذبا من فإنهم ما يفرقوا حتى يهلك الكاذب هذه المباهلة إذا اختلف اثناني أو أكفاء جماعتان ودعت كل واحد الحق المباهلة هي الحد الفاصل يجتمعون يأتون نساءهم وأطفالهم ورجالهم ليهلكوا كلهم ويقولون اللهم ملعا من كان من كاذبا وبالفعل خرج أبو القاسم صلى الله وسلم وفاطم وراءه الظهراء وعن يمينه الحسن وعن يساعي الحسين وعلي وعن ذلك آذية الأسرة تعالوا ما إن شادوا تلك الكتلة من النور كادوا يذوبون فروا هاردين قالوا والله لو باهنا ما بقيت عين تطرف فينا وانهزموا نهائيا من حل هذا المشكل الله بهذه الآية الكريمة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شأن هي فقل تعالوا ندعو أبناء وأبناء ونساء ونساء وأنفس وأنفس ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاربين قال قال لهم أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن الحسين إن أنا دعوت فأمنوا أي فقولوا بعد آمين لما جاء رسول بمرأة بابنته وبولديها وبصهره وبنفسه من أجل إذا دعا وقال اللهم ما لعن من كان كاربنا ليقولهم آمين فهذه لطيفة أن دعاء الصالحين فيه يعني قوب الإجابة الذي يدعو وحده ليس كالذي يدعو معه غيره فالمؤمن داعي فإذا دعا الداعي وقال من معه آمين إن لم يستجب للداعي يستجب لمن قال آمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كما أخبر تعالى ندعو أبنائنا وأبنائكم وسمى أبناء البنت أبناء وهذا شائع وجائز فالحسن الحسين أبناء فاطمة وليس أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فاطمة بنت رسول الله وابناؤها إذن أبناؤه صلى الله عليه وسلم ولا حرج أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم لما نجتم في الساحة نقوم بالدعاء نقول اللهم إل عن من كان كاذبا ومن وراءنا يؤمن ويهلك الله تعالى الكاذبين إذن ثم قال تعالى إن هذا له القصص الحق الذي قصصنا عليك يا رسول الله في شان عيسى وقد دعا يشن القصص من حن مرت عمال من يستطيع أن يخبر بهذه الأخبار من كان حاض لما كان زكريا يرفع صوته داعيا سائلا من كان مع مريم وهي في محرابها سأكل فاكهة الشيطان في الصيف لما اختلف أيهم يكفر مريم من كان حاضرا كيف عرفنا القوع التي قرعوها سلسلة من القصص تتبع آثار هذه الأحداث كأنك حاضر فيها إن لم يكن هذا وحي الله كيف يكون إذن فوالله لمحمد رسول الله ومن أنكر هذا لا عقل له ولا مرؤ كيف لأمي يقص هذا القصص في أي كتاب وجده من حدثه به ولكن الله هو الذي قال إن هذا له القصص الحق وسمي القصص من قص الأطو إذا تتبعه أحداث حدث بعد حدث هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وليس من إله إلا الله فحطم الصليبية وقضى عليها نهائيا ما من إله إلا الله كل مألوه معبود دون الله فهو باطل وليس من حق أن يسميه الله أن يسميه الناس إله أرأيتم هذا الختم وإن لا وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء قط العزة الغلب والعزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء يهيده ولله العزة الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه لا يخلط ولا يخبط ولا يقدم ولا يؤخر بل كل شيء في موضعه إذن فأخباره تعالى أخبار الحق والصنق الذين يعرضون عنها ويدبرون أهالك وليس بمرؤات ولا بأناس بلوك البهائم والحيوانات وأخيرا يقول تعالى لرسوله صلى الله وسلم فإن تولوا وفدن جران وأعرضوا فإن الله عليم بالمفسدين ما قال فإنهم مفسدون والله لمفسدون ينشرون الصليبية في جزيرة العام لأنهم يأكلون لقيمات من الغوم في الشام وهم ينشرون الصليبية مفسدون وإلا يفسدون فيطر أهل يمن ويقلبون هلها الباطل وكلمة عليهم بهم فليتهيأ إذن لنقمة الله أولا عزيز حكيم وإلا لا لا يمانع في شيء يؤيده يضع الشيء في موضعه وهم مفسدون يفسدون قلوب الناس وإلا لا إذن فنقمة الله نازل بهم لن ينجو فإن الله عليم بالمفسد فإن تولوا فإن الله عليم مفسد وإن لم يتولوا بل رجعوا وأقابلوا الحق وأدعنوا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ونشهد أن إيسى عبد الله ورسوله وكلمة القائلة ماري نجو لكن تولوا وأبوا يعوده فإن جزاهم محتوم معلوم الآن نسمعكم شرح هذه الآيات من الكتاب ليتقرر ما سمعتموه ويزيد قال ما زال السياق الكريم في تقرير عبودية عيسى ورسالته دون ربوبيته وألوهيته ما زال التقرير متواصلا يقرر ماذا عبودية عيسى عبد الله ما هو ابن الله والاثنين ثلاثة مع الله ورسالته وقررها دون ربوبيته وألوهيته فقد روي أن وفدنا جرانا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في جملة ما قالوا كل آدم له أب فما شان عيسى لا أب له فأنزل الله تعالى على رسوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإذا هو كائن فأي داع لاتخاذ عيسى إله ألي كونه خلقه الله من غير أبه فآدم كذلك خلق بدون أب ولا أم لمما ألهن آدم ولا عبدنا وإنما كان بكلمة الله فكذلك عيسى خلق بكلمة الله التي كن فكان هذا هو الحق الثابت من الله هذا هو الحق الثابت من الله في شأن عيسى عليه السلام فلا تكن من الشاكين فيه وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشك حاشاه صلى الله وسلم أن يشك قال لو شك شك إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم وما شك إبراهيم قال وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشك ولما أكثر عليه من التردد والمجادلة عرشده ربه تعالى إلى طريق التخلص منهم وهو المباهلا بأن يجتمعوا ويقول كل فريق اللهم ملعن الكاذب منا اللهم ملعن الكاذب منا ومن كان كارب منهم يهلك على الطوار فقال له ربه تعالى فإن حاجوك فقل تعالوا أي هلم ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فاشلوا ولا لا قلت لكم قالوا والله إن باهلتم هذا الرجل لم تبقى فيكم عين تطر كلكم تهلكون فهربوا خيرا لكم قال وخارج صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا أسلموا تسلموا قالوا لا نحن حامل غاية دعوة كيف نترك ونتخلى منها ما هو غريب هذا ولا عجيب في المسلمين يوجد ناس يعيشون على الباطل بمعنى الكلمة ويعلمون أنه باطل لكن للحفاظ على المادة إما جاه منصب وإلا مال وإلا كذا يعرفون الحق ما يقبلنا تعرفون هذا وإلا لأن البشر هم البشر ما في أصلاف مختلفة والشيطان هو الشيطان والهوى والشهوة والدنيا إذن فالناجي من نجاه الله والسليم من سلمه الله قال ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا وراضوا بالكفر لما إبقاء على زعامتهم ودنياهم ورفضوا المصالح وراضوا بالمصالح فالتزموا بأداء الجزية للمسلمين والبقى على دينهم الباطل لما رفضوا الدخول في الإسلام إذن أعلن الرسول أنه يبقى على حياتهم وعلى دينهم إذا دفعوا مقدارا معين من المال سنويا للمسلمين فراضوا بالدية وبقوا على كفرهم حتى أسلموا ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق الذي قصصناه عليك في شأن عيسى عليه السلام وهو أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا هو وتعالى وأن الله لهو العزيز الغالب الذي لا يمانع في شيء أراده الحكيم في خلق وتدبيره ثم توعد نصار نجران وغيرهم من أهل الفساد في الأرض بأنه عليم بهم وسوف يحل نقمته بهم وينزل لعنته عليهم وهو على كل شيء قدير والآن إلى نتائج وعبار هذه الآيات وهي أربع لا غير أولا ولاية الله تعالى لرسوله بإرشاد إلى الطريق التي أنهى بها جدال النصارى لما كان الله وليا لرسوله ما كان يرشده إلى هذا السلاح الذي حطم به الصليبي إذا والاك الله لا يتخلى عنك ينصحك ويكون دائما معك إذن فكيف يتخلى صلصوه من هذا الوفد المتعالي المتغاطس حكم الولاية اقتضى أن يعلمه هذه المباهلة ما كان يعرفا فقل لهم تعالوا نخل بنسائنا ونساء ونجعل لعنة الله على الكاذبين الله بفاطمة والحسنين وهو أمامهم ما إن رآهم أولئك النصار حتى اندهشوا بالخارة قواهم وأبوا أن يباهلوا يبقى لو وجد جماعة تاني جماعة حق جماعة باطل الآن وتأكد جماعة الحق من أنها على حق تبات وأنا لخ من باطل ثم دعوهم إلى المباهلة يصح المباهلة أو لا تنصح ويهلك الله المفسدين فقط إذا كانت الجماعة ما مطمئنة إلى أنها على حق فما تستطيع إذن أن تباهل وإن كانت تعلم أن الأخر على باطل لكن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقيني الآن لو يأتي النصار والله لنباهلهم لأننا على حق وهم يقين على بعض فليتعال نباهلهم ونجع لعنة الله آله كريم ثانيا مشروعية المباهلة غير أنها تكون في الصالحين الذين يستجاب لهم تكون في الصالحين من عباد الله الذين إذا سأل الله أعطاهم إذا دعوه أجابهم أما إذا لم يكن حاله ما كذا ما ينتفعون ما يقع شيء لا يهلك العدو ولا يهلكونهم مشروعية المباهلة غير أنها تكون في الصالحين الذين يستجاب لهم ما معنى يستجاب لهم إذا سألوا الله أعطاهم فالذا تقرير ألوهية الله تعالى دون سواء وبطلان دعوى النصارى في تأليه عيسى عليه السلام عدنا من حيث بدأنا لا إله إلا الله وما عيسى إلا عبد الله واصول الله وإذا كان عيسى عبد الله واصوله فأولياؤنا الذين نذبح لهم الذبايح ونقرب لهم القرابين عجل المولى السيد البدوي كيف حالهم أو ما يعبدونهم أي عبادة أعظم من أن يقول هذا هذا تيس مولايا فلان بل يغرس النخل هذه نخلة سيدي فلان يشتري قطيع من الغنم هذه نعجة سيدي فلان لما تفعل هذا حتى يباركها الله وتنمو وأنت عقيت لله وإلى لعبد الله لو قلت هذه لله نعم تطمع أما تقول هذه لسيدي فلان وتقول ليباركها الله أعظم من الدعاء عبادة والله لا أعظم من الدعاء عبادة لا صلاة ولا جهاد ولا رباط لما علمتم أن الداعي إذا دعاء تمثلت فيه كل أنواع العبادة إليكم وها لما أرفع كفية يا ربي اقرأ عني ماذا تقرأ تقول هذا الشيخ فقير بدليل رفع كفية إلى السماء فقير ولنا ثانيا أناجي يا ربي لو لا علم هذا الشيخ بأن ربه موجود ويسمع ويراه ويقدر على أن يعطي يناديه ويسأله مجنون إذن إذن فوتقر لوجود الله وعلمه وقدرته ورحمته ثانيا لما يطع علي حاجاته أعطيني كذا احفظي من كذا دال على أنه لا يقضي هذه الحواجل الله وإلا لا التفت إلى هنا أو هنا يسأل ويطلب فلهذا الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة من لم يسأل الله يغضب ألحوا في الدعاء فإن الله يحب الملحين في الدعاء والشرك فيها والعياذ في الله يا الله ويا رسول الله يا ربي ويا سيدي فلان وعاشت أمتنا قرون تشرك هذا الشعر تعرفون وإلا أو يوحد الله والمسبح في يده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ألف مرة يأخذه النعاش تسقط المسبح من يده يا رسول الله يا أهل البلاد أين الله الذي كان يؤله لعلي واهم ما قلت لكم السيارة المقوة في يده خرجت بين السيارة يا رسول الله يا رسول الله كيف يا فلا لو متنا لها لكن ما كنا في التوحيد الرسول يجيك لأن ينقذك يعني كيف هذا يقول لساني هكذا تقرير ألوهية الله دون سواه وبطلان دعوى النصار في تأليه عيسى عليه السلام رابعا تهديد الله تعالى لأهل الفساد في الأرض وهم الذين يعملون بالشرك والمعاصي هددهم الله في هذه الآيات ما قال إن الله عليم بالمفسدين معنا يا مفسدون انتبهوا إنكم تحت النظار وهو كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقر بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن نا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الترات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمن الحمد لله الحمد لله الحمد لله عجب هذا القرآن العظيم هيا بنا نتدارس هذه الآيات قل يا أهل الكتاب من الآمن بكلمة قل الله الله رب العالمين منزل القرآن العظيم على خاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب ناديهم يا أهل الكتاب من هم أهل كتاب إنهم والله إلى اليهود والنساء لأن اليهود بين أيديهم التوى وإن حرفوها وإن زادوا وإن نقصوا وإن قدموا وإن أخروا لكن أصلها موجود التوى النور إلهي والنصاء بين أيديهم الإنجيل الإنجيل الذي أنزله الله على عبده ورسول عيسى عليه السلام إذن فهم حقا أهل كتاب وإلنا ويكفي أن الله عز وجل يقول لرسولي قل يا أهل الكتاب ناداهم بهذه الصيفة التي يفرحون بها ولا ينكرونها فلهذا يستميلهم النداء بهذا يا أهل الكتاب يريد أن يقول لهم ماذا تعالوا 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 ما قالها لما تعالوا تعالوا لأن مقام رسول عال فوق ارتفعوا أيها الهابطون إلى المقام السامي العالي وهو مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرفتم الفرق بين هالأم إلينا وبين تعالوا ارتفعوا أيها الهابطون إلى مقام النبوة المحمدية لتتعلم الهدى وتعرف الحق يا أهل كتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة العدل والحق والإنصاف هيا كلمة سواء أي كلمة عدل بيننا وبينكم ما هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أغباب من دون الله هذه كلمة العدل وهي ألا نعبد نحن وأنتم إلا الله لا نحن نعبد الله وأنتم تعبدون الأصنام والأوثان أو تعبدون الأولياء والرهبان ألا نعبد نحن ولا أنتم إلى الله هذا هو الإنصاف العدل ولا نشرك به تعالى شيئا من الشرك أو الشرك لا عيسى ولا أمه ولا روح القدس جبريل ولا غير جبريل لا موسى ولا العزير فقط نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا من الشرطاء قل أو كفر ولا شيئا من الشرك ولو كلمة ولو إنحناء برؤوسنا ثانيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا وآله دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا أي آله يعبدون من دون الله عز وجل إذن فاليهود كالنصار قدسوا علماءهم ورهبانهم ورافعوهم إلى مستوى الألوهية والربوهية فقد أحلوا لهم ما حرم الله فأطاعوهم فأحلوا ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله وأباح وأذن فحرموا على أنفسهم اتباعا لعلمائهم فكانوا بذلك قد اتخذوهم أربابا لأن الرب هو الذي يحل ويحرم هو الذي يمنع ويجيز لأن الرب هو المربي العليم الحكيم فهو يحل ما فيه خير للعباد ويحرم ما فيه ضر للعباد وشر فإذا جاء العالم يحرم ما حرم الله ويحرم ما حرم الله أصبح هو والإله واتصف بصفات الرب لأن ضفظ الرب فيه معنى آرب التربية إذن وهنا جاء من صورة التوبة قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دول الله والمسيح ابن مريم هذه الآية لما سمعها ذاك الصاحب من هو عدي ابن حاتم الطائي وهو أي حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم والجود وولده تنصر وأصبح نصرانيا فلما أسلم في أخريات من أسلم سمع الرسول يقرى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دول الله فأنكر ذلك وقال لا يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون قال بلى أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرموه قال بلى قال فتلك عبادته ما هي العبادة إذا أليست العبادة طاعة أليست العبادة طاعة في ذل وانكسار وتعظيم لذلك المطاع بلى إذن تلك هي العبادة اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم عابديهم أو عبادهم اتخذوهم أربابا كيف جعلوهم أربابا أطاعوهم في معصيات الله إذن هذه الدعوة دعوة الإنصاف والعدل يا أهل الكتاب من يهود ونصارى تعالوا ارتفعوا إلى مقامنا السامي ارتفعوا من هذا الهبوط الذي هبطتموهم هبطتموه وأصبحتم لاصقين بالأرض من أجل المادة والأهواء والشهاوات والأطماء ارتفعوا إلى كلمة سواء أي عدل بيننا وبينكم ما هذه الكلمة هي أن لا نعبد إلا الله لا العزية ولا عيسى ولا فلان ولا فلان ولا فلان فقط الله ولا نشرك به شيئا فكوننا نعبده ونعبد معه غيره ما استفدنا ما حققنا الهدف ما زلنا ضلالا هو النفك هال دائما ونقول من قال أشهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أن يعبد الله أولا كيف يشهد له بأنه لا إله إلا هو ولا يعبده فهو إذن يسخى ويستهزي ثانيا أن لا يعبد معه غيره وإلا تناقض كيف يقول أنا أعلم علم يقين أنه لا يوجد إله يعبد بحق إلا الله وها أنا قد عبدته ثم تعبد معه غيره أي تناقض أعظم من هذا فضيحة من أول مرة قل لا إله إلا الله وفلان حتى تعبده مع الله أما أن تنفي وجود إله مع الله وتعبد الله ثم تعبد معه غيره خيان وإلا وسوء أدب ثالثا أن لا تعترف بعبادة غير الله ولا تقرها أبدا فإن أنت عبدت الله وعبدته وحده ثم راضيت بأن يعبد غيره معه إذن تناقض من أول مرة استثني قل لا إله إلا الله والمسيح لا إله إلا الله وحده إلا ما كان من عبادتنا لمريم مثلا إذن كلمة سواء بيننا وبينكم هي ألا نعبد أول إلى الله ولا نشرك به شيئا أبدا لا من الشرك ولا من الشرك فقد يعبد الله عز وجل وحده ولكن يقول كلمة شرك أو يعتقد عقيدة شرك تتنافى مع التوحيد فهو كافر ومشرك ولا يقبل من ذلك التوحيد ثالثا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا لا يتخذ جهالنا علماءنا آله تعبدونهم وهل العلماء يعبدونا أين إذا أحل لنا ما حرم الله فاتبعناهم عبدناهم إذا حرموا علينا ما أحل الله فحرمنا ما أحل الله عبدناهم ضاددنا الله تعالى وناددنا بهم وجعلناهم آله إذ لا يشرع إلا الله لا يقنن إلا الله وقول لما الجواب الذي يشرع ويقنن يجب أن يكون عليما حكيما قادرا قدرا لا يعجزها شيء علم أحاط بكل شيء حكم لا يخل منها شيء والإنسان الضعيف يستطيع لا يعف المستقبل ما فيه لا يعف مضار الناس على مناظ آله الذي يستحق أن يشرع ويقنن فيحلل ويحرم ويأمر ويناء ذاك الذي هو الله ذو القدرة التي لا يعجزها شيء ذو العلم الذي أحاط بكل شيء ذو الحكم التي لا يفارقها شيء أعرفتم الذي يشرع العبادات ليعبد البشر بها الله يجب أن يكون كما علمتم أن يكون عالما بكل شيء والذي لا يعلم ما وراء هذه الجدار أو يعلم ما بعد أسبوع أو عام أو خمسين سنة ولا يعلم ما بعد قرن وقرون كيف يطاع فيما يشرع هذه الحقيقة ووضحها لنا آية صورة التوبة إذ نزل فيها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحام هذا فإن خذتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله بما يشاء زيد الآية يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا إعلان أعلنه علي من أبي طالب وأبو بكر الصديق ومن أرسلهم الرسول في حجة سنة تسعة من الهجرة أعلنوا أن لا يحج بعد هذا العام مشرك أبدا في تلك السنة حج المشركون لأنهم ما منعوا ولم يبق إلا حج واحد في السنة العاشرة حجة الوداع فبعث الرسول أبا بكر رضي الله عنه نائبا عنه في الحج فكان أول أمير في الحج ثم زاد فبعث علي وبعض الصحاب أن ينادوا في عرفات وفي مزدلف وفي منا وفي مكة ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان سبهتم هذا ما يحمله الندى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا وإن خفتم عيلا وفقرا وقلتم الآن نجوع لأن تتعطل التجارة كان المشركون يأتون بالبضايع والسلع ويشتعون ما شاء الله ولا نصاب الجوع الفقر وإن خفتم عيلا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء لما قال إن شاء لما قال إن شاء لتأكل عمل وكل شيء قالوا أبشر وقد وعدكم الله بالغنى لا تحرظوا ولا تزرعوا لا إلا الله الحكيم العليم كلمة إن شاء لتعديل الدنيا بما فيها والله لو ما قال لا ترك الناس يجعون النسجة والحارثون الحارثة والمجاهدون قالوا انتهينا وعادنا الله بالغناء لا إله إلا الله أو ما انتبهتم لهذا القيد يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ناجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا هنا تطريب القلوب وإلى لا أين البضائع والسلع والتجارات والذين يشترون واتعطلت الحياة قال وإن خفتم عائلا وفقراء من منعكم المشركين من دخول الحرام من الحج بعد هذا الآن ماذا فسوف يغنيكم الله من فضيه إن شاء إن الله عليم حكيم حرفتم هاتين الصفتين عليم بكل شيء حكيم في تشريعه في كل شيء فاستجيبوا أطيعوا امنعوا المشركين من هذا العام لا تقبل مشركا يحج بعد هذا العام ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أذي الله هنا بين لنا شركهم وكفرهم لا تقل اليهود والنصار ما هم كفار ولا مشركون اسمع الله يقرر شركهم وكفرهم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهم أما الواقع والله ما المسيح بن الله ولا العزير بن الله قولهم بأفواهم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبله قالوا كما قال المشركون من العرب وغيرهم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم والله أنا يؤفكون اسم علة هذا اللعن قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اليهود اتخذوا العلماء أربابا والنصار اتخذوا العبادة ورهبان أربابا من دون الله من أخبر بهذا الواقع الله عز وجل هل يقول الله غير الصدق والواقع حاش الله أن يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمي إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون هنا لما سمع دي بن حاتم الطائي النصران العربي كان بالشام متنصرا قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دونه كيف تقول هذا هو لو كان يعني متزنا ثابت العقل ما يقول هذا والله الذي قال تبهت فأجابه أستاذ الحكمة صلى الله عليه وسلم وعلمها بما شفى صدره وهدأ من قلقه وهراته قال أليسوا يحلون لكم الحرامة فتحلوه؟ قال بلى قال فتلك عبادته ما هي العبادة؟ أليس في الطاعة؟ مع الإذعان والذل أو الذل والاحترام والتعظيم هي العبادة؟ إذا انعبدتمهم اتخذتمهم أربابا وهذه الآية نزلت في وفد نجران فاسمعوها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا ظلم ولا جور نحن وأنتم سواء ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا من الشرك أو الشركاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فمن هنا صلى الله عليه وسلم ما كان إذا أراد الناس في المسجد أن يقوموا لقل لا تقوموا ما سمح لأحدا يقوم له يدخل على أصحابه فالروضة من بيته فهم أن يقوموا قال لا لا تقوموا عرفتم هذا حتى لا يقال رسول يحب أن يعظم ويعبد لا تقوموا لي هذا من عمل آل يهود والنصارى يقوم لأحبارهم ورهبانهم لأن آل قيام عبادة سببه الطاعة والتعظيم والحب وإلى لا والذل والانكسار لانحناء الذي هو امتداد الظهر أو ما نسميه ببكوع أليس هذا من باب التعظيم والإجلال لمن عبدناه وإلى لا السجود من باب أولى ولهذا قال من أحب أن يقوم له الناس بحب صادق أن يقوم له الناس فقد تبوأ عياذ بالله النار فلهذا ما من حقه مو من صادق الإيمان أن يرغب في أن يقوم الناس له وإن قاموا له وبدون حب منه ولا رغب لا بأس تباهتم أما أن يحب بنفسه أن يقوم الناس له تعظيما وإجلالا وإكبارا فقد تبوأ مقعده في النار والشاهد عندنا فعبادنا وزهادنا وعلماؤنا نحبهم نبجلهم نعظمهم نكبرهم لكن ليس إكبارا وإجلال العبادة وهم أنفسهم عليهم الرضوان لا يرغبون أن يذلوا الناس ويهينوهم حتى يركعوا لهم أو يقوموا لهم وليس ذلك في نفوسهم فإن فعله من فعلهم من إخوانهم فهو من باب احترام أو تعظيم العالم أو الحاكم ليس عبادا له وذلا وصغارا أو إعظاما وإجلالا لأننا كلنا عبيد الله ولكن فضى الله بعضنا على بعض تبات نتفاوت فمن هنا الذين يرتعون وينحنون إذ خوفا وتبجيل وتعظيم عبدوا غير الله عز وجل ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الأرباب جمعوا ربما رب الرب يطلق ويراد به المعبود لما عبد لأنه يطعم ويسقي ويحي ويميت ويعز ويذل فتذل له النفوس تعظيما له وخوفا منه ورغب فيما عنده أقول خلاصة القولي اليهود والنصارى عبدوا علماءهم وعبادهم والله العظيم وبيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فشفى صدورنا مع عدي بن حاتم رضي الله عنه إذ قال يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون فالآن أيما حاكم من حكام المسلمين أو عربا أو عجما ينصب نفسه هذا المنصب ويبيح للناس الخامر يقولي شربوا نطيع والله نعطنا عبدنا يبيح لهم الزنا يقول إيش فيه فإن أطاعوا عبدوا ألّه يبيح لهم الربا تباتم لا حرام أرب حلال افعلوا فأطاعوا ألّه وجعلوا إله مع الله مثلا يبيح لهم عقوق الأبوين ما هناك حاجة إلى هذا ماذا إلى هذه طاع العمياء لأب أو أم أن تحر لو نطيعهم ألّهناهم وهكذا لو قالوا لا معنى لهذا الصيام أبدا فأطعناهم فأطعناهم فتركنا الصيام الذي فرض الله عبدناهم وألّناهم أقول أما ما كان من غير ما أحل الله ولا حرم من أمور الدنيا الحرط والزراعة والصناعة والتجارة وما إلى ذلك هذا إذا نضع الحاكم إلى مصالح الأمة أو المسلمين وأذن في هذا قال تركوا هذا لما يترتب عليه هذا أمر واسع وجائز ما هو بعبادة فالحاكم صلى الله عليه وسلم قال يحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه أو يبيحون لكم ما حرم الله فتبيحون وتحلونه هذه مضادة لله وإلى لا هذا هو الشرك بعينه فالدعوة الإسلامية الربانية المحلل المحرم هو الله عز وجل والمطاع في ذلك هو الله إذ هو الرب المربي وهو العليم الحكيم فإن والدك يا بنيا قال لك لا تجلس مجالس الباطل المونك فطاعة هنا من طاعة الله عز وجل لأن الله حرم هذا أبوك ما يرضى لك هذا الفساد ما تقول إذا عبدت أبي أبدا إذا مربيك أو شيخك قال يا فلان لا تستعمل هذا الدخان لأن فيه مضارة ومفسدة لا تقول إن أطعته عبدته جعلت إله مع الله لأن معلمك أو مربيك رأى أن هذا ضار بيك ومفسد لعقلك أو مالك فاناك عنه مربيكو مثلا هذه رجال الموهور كونهم فعلوا هذه النار الحمراء وهذه خذراء من أجل مصالح الناس حتى لا يقصل بعضهم بعض وحتى لا يؤذي بعض عن بعض فتقول أنا لا أطيعهم إذا أطعتهم عبدتهم وأصبحتهم أشريكا يأتي هذا الوسواس يقول إذن أنا أتحدهم أنا لا أعبد إلى الله ما نطيع هذا الرجل المرور انتبهتم مننا فرجل المرور ما حرم ما أحلى الله ولا أباح ما حرم الله نعم مأذون لك أن تمشي في هذا الشارع ولكن إذا وجد شوك أقول لك ما تمشي يضرك هذا الشوك تقول أنت ألهت نفسك وأصبحت إله أعبدوك لا لأن منعتك من هذا الضرق الذي يحصل لك أقول فلابد من وعي وباصير والقاعدة التي وضعها الحبيب صلى الله عليه وسلم واضحة كالشمس يا عدي أليسوا قد حرموا عليكم ما أحلى الله لكم فأطعتمهم وحرمتم أليسوا أباح لكم ما حرم الله فأطعتمهم قال تلك عبادتهم يا عدي قال عدي آمنت بالله وصلى الله وسلم على رسول الله ونسمع الآية مرة ثانية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سرى بينهم ما في تفوق نحن أشراف وأنتم ضعا أو نحن سادة وأنتم كذا سرى وهي أولاً ألا نعبد نحن ولا أنتم إلى الله العبادة التي تعبدنا الله بها لا نصبها لغيره لا لعيسى ولا لجبريل ولا لموسى ولا العزية على شرط أن الله تعبدنا بهذه الكلمة أو بهذه الرتعة أو بهذا الأمر والنهي لا نعبد إلا الله ثانياً ولا نشرك به غيره لأنهم قد يعبدون الله ويشركونه كما هي حال عوام المسلمين وجهالهم قرون يعبدون الله ويشركون معه غيره وإلا ما وقع ما هو الشرك هذا أبيض وإلا أحمر الشرك مأخوذ من الشركة هذا المنزل بين وبين فلان شراكا كذا ولا لا هذه العبادة خاصة بالله هذا المنزل خاص ببولان لا شرك له فيه فما تعبدنا الله به وجعله من عبادته كالذبح والنذر والحليف والركوع والسجود هذه عبادات شرعها الله فمن ذبح لغير الله عز وجل تقرب إليه وتزلفا أو راجعا يحصل له خير أو يحصل له معروف فقد عبد الذي ذبح له كما يذبح لله عز وجل والذي ينذر العرب كانوا ينذرون للآلهة ونحن ننذر الله يوفون بالنذر وهو أن يقول لك يا رب علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا أو أبيت الليلة راكعا ساجلا لك يا رب العالمين هذا النذر وإلى لا يجوز وما يجوز يجوز تملق إلى الله وتزلف ليقضي حوائجك أيضا إن شئت من أجل أن يفعل بك خيرا وإن شئت فقط ليحبك تتقرب إليه تقول لك يا ربي أن أصوم ثلاث أيام من كل شهر من يمنعك تقربنا الله وتزلف إليه أما أن تنذر لغير الله جعلته إليه لك يا سيد فلان أن أفعل كذا وكذا أصبح شريكا مع الله وإلى الله تعبدنا الله بالإقسام به والحلف لأنه تعظيم وإجلال وإكبار فأنت لا تحرم بالله وتحرم بفلان أشركت هذا المخلوق في عظمة الله وفي عبادته فليهذا العم يقول والنبي يقول حرام يقول لا إله إلى الله أشركت بالله كيف تقول والنبي النبي إله هل النبي إله أعوذ بالله عبد الله ورسوله كيف تحرم به إذن تجعل إلها ولهذا من تعاليم الحبيب صلى الله عليه وسلم ما لما شاهد بعض المؤمنين أسلموا من عهد قريب فيحلفون بالعزة بالله بدون قصد وأن لا تعال فقال من حلف بالله فليقول لا إله إلى الله أن يكفر ذاك الذنب بكلمة التوحيد تغذية لهم فلهذا من جرى على لسانه الحلف بسيد فلان أو براص فلان أو بكذا مباسر يقول لا إله إلى الله تمعو على شرط أن لا يكون متعمدا وإنما جار على لسانه تعال وسيد فلان وحق فلان فليقول لا إله إلا الله إذن أن لا نشرك به شيئا ما نقول نعبد الله نعم مستعدون لأن نصلي ونصوم ونحج لله وحده ولكن لا بأس أن ننذر لغيره أو نتوسل إلى غيره فهذا لا يصح بهذه اللفظة من كلام الله ولا نشرك به شيئا ثالثا ولا يتخذ بعضنا بعضنا بابا من دولة كلنا عبد الله واصول الحاكم والمحكم العالم العابد الجاهل كلهم عبيد الله عز وجل لا أما الاحترام والتبجيل والإكبار لا بأس لكن ليس تبجيل وتحظام عبادة تبهتم يقدر بعضنا بعضا ولكن لا إلى مستوى العبادة التي هي الظل والانكصار والخشية والرهبة والخوف ثم قال تعالى فإن تولوا عن هذا لو أعرضوا قالوا ما نسمع هذا أنت قل لهم وإلى ناديهم تعالوا إلى كلمة فإن تولوا أصلا فإن تتولوا فإن تولوا عن ما دعوتهم إليه وأعرضوا عنه فقول إذاً إشهدوا أننا مسلمون وأنتم إذاً كافرون ما قالها لكن معروفا فإن تولوا عن هذه الدعوة عن هذه المناظرة عن هذا اللقاء ورافضوا الحضورا أنت من إذاً فقولوا لهم إشهدوا إذاً بأننا مسلمون وأنتم معروفا لكن من آداب القرآن وكمالات كلام الله وهو علاج القلوب الأهواح ما قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم كافرون هذه تنفرهم ما تجعلهم يسمعون لكن سبحان الله العظيم هو لازم هذا يقول عما يقول إن كنا نحن مسلمين إن أنتم غير مسلمين لأننا أقبلنا وأنتم ورفضتم أبيتم أراضينا وربيتم أقبلنا وأعرضتم سبحان الله العظيم أعيد هذا النداء الكريم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هي ألا نعبد إلا الله أولا ولا نشرك به شيئا ثانيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم شأنكم ما معنى مسلمون أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله فعبدناه وحده ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ المسلم 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 إلها مع الله لا يطيعه في معصية الله ورسوله إنما الطاعة في المعروف أطيع عمك أطيع أباك أطيع شيخك أطيع جارك صديقك أطيع أطيع إمامك أطيع umani ولكن فيما هو معروف معذون فيه لا فيما حرم الله وأوجب الله فتترك ما أوجب الله أو تفعل ما حرم الله طاعة لأمك أو أبيك أو شيخك أو حاكمك إذن قاعدة التي وضعها الرسول إنما الطاعة في المعروف وأزيدكم مع هذا الهياجان الموجود في العالم العربي من أجل هذه الصحواء انتبهتم ما بلغنا يقينا أن حاكما أمر مواطنيه بأن يفجر أو يشرق أو يسب الله ورسوله أو يترك الصلاة أو يوذ الجيران إلا ما كان من محنة عدن لما ظهر فيه الشيوعياء نعم حاولوا أن يكفرهم ولكن الله عز وجل أزالهم وأبادهم تبهتم نعم وجد في بعض البلاد بعض الحكام انتقدوا الصيام وقالوا إيش هذا الصوم يعوقنا ويعطننا لكن ما سمعوا لهم ولا أطاعوهم ولا أكلوا رمضان ففشلوا أما أننا بلغنا أن حاكم في بلاد العرب قال للمواطنين أيها المواطنين دعونا من هذا الصيام أو دعونا من هذا التزمت كيف لا ينكح إلى كذا وكذا فليتزوج ما شاء أو قالوا لهم كيف هذا الربا افعلوا ما شئتم يجب أن ترابوا ما كان أبدا فيما علمنا والله أعلم فيكم من سمع شيء ولكن المسلمين هم الذين تهوروا وسقطوا في المحنة ما سألوا العلم ولنقادوا لعلمائهم ولستجابوا لهم ففعلوا ما حرم الله عز وجل جاء النداء الثاني يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وتقولنا كان إبراهيم يهوديا والنصاء قالوا إبراهيم كان نصواني مجانين هؤلاء إليكم هذه الرواية قال القوطبي نزلت هذه الآية في معاذ بن جبل وحذيف بن اليمن وعمار بن ياسر حين دعاهم يهود من بن النظير وقريضة وبني قينقاع إلى دينهم لا هذه الآية الآية ودت طائفة من الكتاب المهم أن اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم ما إبراهيم كان يهوديا تبهتم قال رويا أن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قالوا أساء اليهود والله يا محمد لقد علمت أن أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك فإنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد فقط فأنزل الله تعالى هذه الآية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا المسلما والعباب العموم والشاهد عندنا في قول تعالى قل لهم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت ثورات والإنجيل إلا من بعده فما سميت اليهود اليهود يهودية إلا بعد ما نزلت الثورات وما قيل في النصار نصار إلا بعد ما نزل الإنجيل وإبراهيم كان قبل موسى وكان قبل عيسى كيف تجادلون في هذا يا أهل الكتاب لما تحاجون والحجاج الجدال في قولهم اليهود يقولون إبراهيم كان يهوديا النصار قالوا عيسى كان يهوديا في الحقيقة النصرانية كاليهودية بدعتان وجدتا بعد إبراهيم بألف سنة أو أكثر من ألف سنة كيف يكون هذا هذا كله نتيجة الجهل من عوامهم قالوا إبراهيم كان يهودي على ديننا النصار عوامهم قالوا أمروا أصاب فهم يدجلون ويكذبون فقط للفتنة ولصرف الناس عن الإسلام فأبطل الله هذه الدعوة بهذه الآية الكريمة يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل لا من بعده والله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا إذ على عهده لا يهودية ولا نصرانيا اليهودية بدأت متى لما قال تعالى لما قالوا هدنا إليك أو هو من يهودا أبدلت الذال فيه دين دال الذال دال فاليهودية بدعتني بتدعى اليهود وقالوا نحن على ملة اليهودية والنصرانية ما كانت معوفة على عهد إبراهيم أبدا موجدت إلا على عهد عيسى لما قال من أنصار إلى الله أو من ولادته في الناصر قاوية من قرى فلسطين بدعا فقط ابتدعى اليهود والنصر فقالوا لا نحن على دين إبراهيم وإبراهيم كان يهوديا والنصر قالوا نحن على دين إبراهيم لأن النصرانية كانت دين إبراهيم فأبطلوا هذه الدعوة بشيء عجيب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوات والإنجيل اللي من بعده بقي لهم من كلام ما أنزلت التوات التي في ذكر اليهود ولا الإنجيل الذي في ذكر النصارى إلا بعد إبراهيم بقرون فكيف إذن يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا إذن ولهذا قال أفلا تعقلون أين عقولكم أفلا تعقلون وهكذا أسكتهم أيضا بهذه الحجة يا أهل كتاب لم تحاجون في إبراهيم ما منحاجوا قالوا إبراهيم كان يهودي وقالت النصار إبراهيم كان نصراني ونحن من أتباع إبراهيم وعلى ملته ودينه فقال تعالى وما أنزلت ثوراته والإنجيل إلا ما بعد إبراهيم بقرون أفلا تعقلون أين يذهب عقولكم ثم قال لهم ها أنتم هؤلاء الهابطون الصاقطون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بعلم في قضايا الثورات الموجودة فيها والإنجيل إذن فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم حاججتم فيما لكم بعلم التورات بين أيديكم قلتم فيها كذا وكذا الإنجيل بين أيدي النصار قالوا كذا وكذا والذي ما هو في التورات ولا في الإنجيل كيف تحاجون فيه أفلا تعقلون والله يعلم وأنتم لا تعلمون وختم تعالى هذا بقوله ما كان إبراهيم يهوديا والنصراني والله العظيم ما كان على ملة اليهود لأنها بدعة هي أساسا ما أنزل الله اليهودية ولا النصرانية ابتدعوها كما ابتدعنا التجانية والقادرية والرحمانية والعسرية لما يقول أنا قادري أنزل الله القادرية في كتابه لما يقول أنا تجاني التجانية شرعها الله على لسان رسوله بدعة كذلك اليهودية والنصرانية بدعة ما كان إبراهيم يهودي ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلم كان حنيفا مسلم قولوا أسلمنا لا 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 ما نقول مسلم يهودي أو نصرانية فلتأكلهم جهنم إبراهيم كان حنيفا أي موحدا مائلا عن ملال الشرك كلها والكفر ووحده يقول لا إله إلا الله وغيرهم الشركون هابطون إذن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان كيف حنيفا مسلما ما معنى الحنف الميل مائلا عن غير عن كل الشرك والكفر إلى الله عز وجل ومسلما القلب وجه لله وآخيرا للبشرة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا الحمد لله إننا من أهلها وصلى الله على نبينا محمد هذه نعمة كبيرة وهذا النبي والذين أعود بالله من الشيطان الرجيم ودت طائفة من أهل كتاب لو يضلونكم حق هذا كيف لا هذا أخبار الله عز وجل ودت أحبت حبا كاملا طائفة لا كل أهل كتاب ودت طائفة من أهل كتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل كتاب لم تقفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل كتاب لم تتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون هذا التوبيخ الإلهي ودت طائفة من أهل كتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل كتاب لم تقفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل كتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون من يبلغهم هذه الآيات آل مسلمون آل مؤمنون ينقولونها إليهم أما رسول الله فقد أدى واجبهم أما أصحابه فقد أدوا واجبهم أما أبناء فقد فعلوا أما أحفادهم فقد بلغوا ونحن الآن وقفنا من قرون وقفنا من قرون لما وقفنا هم الذين كبلون وقيدون هم الذين جهلون وأفقرون هم الذين فرقون ومزقون فحرموا زادهم الله وحرموا فهمتم ما أقول هم الذين حرموا أنفسهم بإفسادنا وإرلالنا وتمزيقنا لوما خدعون أو تركونا ننير الحياة والدنيا لدخلوا كلهم في رحمة الله لكن مكروا فعاد مكرهم عليهم وإن حرمنا نحن أيضا لكن هم السبب هم الهالكون أولا ودت أي أحبت في صدق طائفة منين من أهل الكتاب من هم أهل الكتاب هؤلاء أهل يهود والنصار لما قيل فيهم أهل الكتاب لأنهم أصحاب التواتي والإنجيل أهل يهود بأيديهم وفي رفوفهم ومكاتبهم عند رؤوسهم التواتي والنصار أيضا في مكاتبهم وبيوتهم الإنجيل فهم أهل الكتاب وإننا أهل الكتاب ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أحبوا لو تمكنوا من إضلالكم لما يودون إضلالنا أتعرفون لما لعلمهم أنهم هالكون يريدون أن أهلك معهم أعرفوا أنهم خاسرون فودوا أن نخسر مثلهم الحسد حملهم على هذا هذا إخبار الحق عز وجل ووالله لك ما أقبر وإنما ما قال ود أهل كتابي قال طائفة الآن يوجد في النصار الملايين ما يعرفون الإسلام ولا يكرهونه ولا يحاربونهم ملايين وتوجد طائفة أي التي تعمل على إضلال المسلمين وإيقاف نورهم وهدايتهم وهم أصاء الكنائس ومن والاه من الأغنياء وصافعهم من أهل الأمجاد والحكم وإلا ملايين لا يعرفون شيئا من النصارى كذلك من اليهود توجد أيضا أعداد كبيرة ما يعرفون شيئا إلا التقليد والمشي وراء أئمتهم وهداتهم ورؤساءهم هم الذين يمكرون بالمسلمين ويودون لو خرجوا من دينهم وهناك لفتة كثيرا ما قلنا آل يهود عليهم لعائم الله عافوا حديث أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وبلغهم وضع صوره وأقصر المسلمين ما سمعوا به وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره لتقاتلن اليهود هذه اللام ما هي هذه دام التوكيد وإلا لتقاتلن اليهود موطع للقسم والله لتقاتلن اليهود كيف نقاتلهم يا رسول الله وقد شردوا وقد بددوا وهلكوا أين اليهود اسكتوا لا بد وقد شردوا وقاتلناهم وإلى الله وهزمونا بعد 1300 سنة هذا نبي الله وإلا كيف هذا يخبر بهذا الغيب لتقاتلن اليهود ثم لتصلطن عليهم هذا البناء للمفعول هذا لتصلطن من يصلطنا الله أو أمريكا أو بريطانيا أو روسيا ما ندري تصلط الله معلوم لكن معنى آخر لتصلطن عليهم فتقتلوهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهود ورائه فاقتلوا واليهود اختبأ تحت الشجر أو الحجر ينطق الله عز وجل ما لا ينطق ينطق الله الحجر وإلا الشجر التي مع أو كان ما قالها رسول تعالي فجاءت تزحف ما قالها اشهد فقالت اشهد الليلة محمد رسول الله يا مسلم هذا يهود وايه فاقتله الا شجر الغرقد اللهم الا شجر الغرقد فانه لا يكشف عن اليهود ولا يخبر عنه لانه شجر اليهود اين اين باقي اين باقي الغرقد هو ذاك وين لا لما سمي بباقي الغرقد لان شجر الغرقد كان ينبت فيه بكثرة والان ما فيه امطا ولا فيه كذا وقف الذين جاءوا من فلسطين التي تحت اليهود اقبرون في مجالسنا من ثلاثين سنة ان اليهود يحتفلون بشزر الغرقد ويبجلون ويجلون ويعنون به في سقايته وتربيته كما يعنون بالبوتقال والعنب والتين صلوا اذا على رسول والله انه لا رسول الله هنا بينا ان قول المصطفى لتصلط اقول لو ان المسلمين اسلموا قلوبهم ووزوهم لله في يوم ما من ايام من الاسباب الظاهرة ان تتخلى اوروبا وامريكا عن اليهود اقتلهم فيحصل لهم ما حصل لهم على يد النازية تحت امارة هتلا الاحداث ما يعرفون عن هتلا ولا النازية ولا المانيا لكن الشيوخ تعيدون قاتلوا منهم عشرات الالات عرفتم والله العظيم وقال ما انا في وسط اوروبا سحر اليهود لبريطانيا وفراصة امريكا ما نفع لان الله اراد فمن هنا قلت مئات المرات لو ان المسلمين صدقوا الله ودخلوا في الاسلام بحق يوجد الله عز وجل مؤامر في امريكا لنسبها وتمزيقها مؤامر يهودية تبهتم او مؤامر ضد بريطانيا يكتشفونها يريدون احراق بريطانيا والله ليقولن للمسلمين اقتلوهم اعجلوا ونكون قد سلط ما عليهم لكن ما دمنا غير المسلمين بحق ما زال الوقت الحجر والشجر وما يكذبان وهما آية من آيات الله فكثير من جيوش العاب المسلمين ما يصدق عليها يا مسلم وهو ما اسلم لله لا قلب ولا وجه عرفتم اذا اليهود كما يأتي بهالي المجيه وشياطين اخر عرفوا ان الطريق للابقاء عليهم ان يفسق المسلمون ويفجعوا حتى لا تتحقق لهم ولاية الله فاخذوا اذا ينشرون ضروب التسق والبجور تبهتم في العالم الاسلامي من الربا الى الزنا الى الحشيش الى الباطل الى ترك الصلاة الى الكفر بالله الى السب الى التمزيق حتى لا توجد لهم ولاية ربانية يصبح الشجر يناديهم يا مسلم هذا يهودي ورأي فقتلوه المسلمون ما عرفوا هذا ولا واحد في المليون واليهود عرفوا هذا فهم الذين بوسائق الاعلام والاعجاب وهو ينشرون الدعاء والفسق والفجور والباطل في العالم بأسره لانهم اعداء البشرية كلها ما هو العرب والمسلم فقط والمفروض ان العرب هم الذين يوفيقون لانهم امناء على هذه الدعوة ورسالة لكن سهروا هبطوا به متى نقاتل اليهود ونصلط عليهم لما تتحقق ماذا ولاية الله لنا يصبح الله يحبنا ونحبه يأمو فنمتذل وينهى فنمتذل يومها يتحقق وهذا باذن الله اذ لابد ان يقع والله ليقع عنا وليقاتلن المسلمون اليهود في يوم ما حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهود وها فقتله انضيق الداير والله لو ان اخواننا الفلسطينيين تجمعوا في غزة ولا في اريحة ولا في القدس وتربوا زمنا وتحققت ولاية الله والله لتحقق لهم ذلك في داخل في رصة اما ونحن كما تعرفون لا ولاية بيننا وبين الله حاربنا الله خرجنا عن طاعته فسقنا عن امره ما تزمنا بشرع ولا مبادئه ولا دينه فكيف يتحقق لنا هذا من باب مستحيل ان لله سنن لا تتبدل الطعام يشبع والبطل ما يشبع الان الماء يروي والبطل الحديد يقطع والله اصبح ما يقطع النا تحرق والله واقفت اصبحت ما تحرق تبدلت السنن لن تتبدل اذا سنة الله في العباد من والاه نصره وايده من عاده اذله وخذله كيف تغير انت سنة الله هل فهمتم هذا بلغوا ما نستطيع يا شيخ مشغولون لم تتعلم شيء ما تبلغه كيف تنتشر دعوة الله كيف يعم الوعي والبصير ودت ودت اسمع الله تعالى يقول ودت طائفة من اهل كتاب ودوا ماذا لو يظلونكم ما معنى يظلونكم عن الحق عن التوحيد وعبادة الله عن الاسلام وانغاره لتصبح مشركين خوافنين ظلال مثلهم والله يقول وما يظلون الا انفسهم يا يهود يا نصارى يا من يعملون الليلة والنهى على ارلالنا اعلموا انكم لا تظلون الا انفسهم انتم الذين تقصرون وقد خسروا الاسلام وانواره وانلا خسروا عدله ورحمته وانلا فلو انهم ما اضلوا المسلمين لعمهم نور الله عز وجل ولا دخلوا جنة الله لكن وجزاؤوا سيى سيى فالله يظلون المسلمين الواقع يظلون انفسهم ليخسروا ويتمزقوا وما يظلون الى انفسهم وما يشعر ما هناك احساس ولا فهم ولا وعي ولا شعور لو شعروا عابوا انهم باضلال المسلمين اظلوا انفسهم لا كفوا عن اضلال المسلمين ولن تصعوا الاسلام ودخلوا في انواره ورحمته لكن ما يشعرون غماراتهم شهوة الدنيا وطلبوا ملاذها وفثنتها والتكبر فيها والتهالي على الناس قولوا قولوا صدق الله العليم وناداهم وهو الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب يا اهل الترات والانجيل لم تكفون بآيات الله وانتم تشهدون النحو وهنا المراد من آيات الله التي يكفونا هي آيات الترات والانجيل التي فيها صفات النبي الامي ونعوته بالنعت الوالد يقرؤون ويعرفون ان هذه صفات النبي الامي محمد صلى الله عليه وسلم ويغطوها ويجحدوها ويؤولون ويقول ما زال هذا الشخص ما خرج بحد اذا جاد لهم من اخوانهم يقول لا 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 هذه لا تنطبق عليه هذا سيأتي صاحبها ما زال ومن قرأ الانجيل وقف على هذه الصفات بالصفة الواحدة والترات كذلك لما تكفون بآيات الله الدالة على نبوة محمد ورسالته وانتم تشهدون ذلك وتعرفونه اي توبيخ اعظم من هذا اي تقريع اشد من هذا التقريع ولا نقول انهم اعرضوا عنه وجد ربانيون علماء من اليهود والنصارى ملأوا الدين انوارا وطهرا وصفا مام ثم قال لهم ايضا يا اهل كتاب لم تلبسون الحق بالباطل الحق يلبسونه ثوب الباطل ها هو باطل الحق الباطل يلبسونه ثوب الحق يضعوا كأنه حق وهذا هو اعلام اليوم اعلام اليوم الذي يديء اليهود في صحفهم ومجلاتهم واذاعاتهم وادشاشهم هو هذا الواقع اذا نبغذكم في الاعلام ما تستطيعون اريحوا انفسكم لما تشتهي خمس مجلات وخمس جوائد تقضي اربع ساعات وتتقرى في الهواء تحسون بهذا ولا لا اقرى صورة البقرة نوع بها بيتك وحل بها قلبك وبناتك وآلك بدل ان تقضي ساعتين في الجرائد ساعة واحدة في البقرة او ساعتين فان قيل لي ما قل نعم انا مسلم كيف مسلم اي نعم انا اريد ان انزل دار السلام تتطلب مني جهدا كبيرا ما انا بهابط وبذلك نخيب مسعه ابشركم ان ذاك الذي نددن به صاحب الدش قد ازاله الحمد بعد ما صرخنا وبكينا وقلنا والله الكتاب الذي كتبته له لو كتبته الى يهودي لا استعه وابطل هذا الدش من صفحه لانه مقابل المسجد النبوي يتحدى رسول الله والمؤمن وبعد كذا شهر الان ازاله الحمد يسمع يا جامد يا رجع يا متخلف من الذي يضر هذا الدش وانت تندد به هذا هو السؤال ولا لا انا قول يا عم يا ولدي هيا ندرس القضية دلني على النتائج المباركة والطيبة التي تحصل عليها من دشك نبدأ بالمال هو كل شيء ولا لا كم ريال ينتج أولاك في الليلة في الشهر الجواب ولا قرش واحد او فيه شيء ثانيا ما هي معارفك وعلومك الالهية التي تسم بها وترتفع وتتنز عن النقائص والحذلات والأوساخ والعثارات والله ولا شيء ما الذي يرفعوك في قدرك ومكانتك بين المواطنين آف لا صاح دش نحييه ونرك علىهم ما في شيء والله ولا فائدة والجانب والجانب الثاني أولا أنت كأنك تنش الخبث بين أولادك وأهلك أحببت أم كريتا لقد قلت لكم إن مؤمناء تتصل بي بالهاتف وتقول ماذا نصنع ابن يفعل الفاحش في أختيه منين تعلم هذا هذا كان يعف بين البشر هذا في اليهود ما يعف النصار ما يعف أبدا لكن هذه المناظر التي تعرض عليهم ويشاهدون يجربونها ويعملون والله بالتلفون يقول يا شيخ ما لنص ابني يفعل الفاحش مع أخيه ما لنص دلني كيف تم هذا له سبب وإلى لا سبب ما السبب المشاهدات والمناظرة لتلك الأوضاع الهابطة التي تعرض في الشرق والغرب ونتلقاها في بيوت الإيمان والإسلام أنا أقول واسمحوا والله لو أن مؤمنا حاضراً معنا وعنده دش ما تركه إلى غد اللهم إذا كان مكر بل رشاش أبعدته أسن جنوه وهذا والله لا وجود له لا في الشرق ولا في الغرب أو أو كان راتبه موقوف عليه يا شيخ أنا أسرة تعيش على هذا كيف نصنع نقول اللهم فرج عنه مسكين مضطر لكن هل هذا حاصل في ذوش في العالم لا في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفو إذن لما يبقى هذا لأن القلوب تعلقت بالباطل وانقطعت صيلتها عن الحق فأصابها الذي أصابا وليبكي التجار الآن عطل علينا تجارة الشيخ ما أصبح من يشتري دش الحمد لله وإن ميتم جوعا خير لكم من أن تفسدوا ياراكم وبلادكم ودولتكم ألف مرة يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أنه حق الجواب يا مسلم لأننا نحافظ على مركزنا على وجودنا على آمالنا في إجادة دولتنا لأننا نحافظ على أن يبقى الشعب يقدسنا ويكبرنا ويجلنا فإذا قلنا هذا باطل أصبحنا كالفقراء والمساكين إذا انبعتم دنياكم بآخرتكم لأن تموت فقراء خير من أن تحيئ أغنيا والله صاخط عليكم غاضب لا يريدكم ولا يرضاكم الدنيا 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 كلها ساعة فقط والآخر لا حد له ولا نهاية لأن يعيش العبد خمسين سبتين سنة مريضا على الأرض فقر ما يجي الطعام لا بأس إذا مات وهو من أهل الإيمان وولاية الرحمن ينتقي إلى سعادة أبدي لا تنتهي أما سعادة موقعة وما هي كاملة فيها المرض فيها الهرام فيها الخوف فيها كذا ما قيمتها وتنتهي بعذاب أبدي لا ينتهي أين العقول هذا رحمن جل وعز يخاطبهم علهم يرجعون يا أهل كتابي لما تكفون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل كتابي لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون هداية هذه الآيات الثلاث قال بيان ورغبة كثير من اليهود والنصارى في إضغال المسلمين وإهلاكهم والله العظيم كثير ثانيا عاقبة الشر والفساد تعود على من على صاحبها في نهاية الأمر قاعد مسلم عاقبة الشر والفساد ترجع على من على صاحبها في نهاية الأمر كل من أراد بالمؤمنين ولو بمؤمن سوءا يعود عليه في النهاية كل من أراد بمؤمنين أو مؤمن شرا والله لا يعود عليه لما لأن الله ولي ذلك المؤمن وهذا الخبيث لا ولاية بينه وبين الله فيرد البلاء عليه في النهاية هو الخاسر دل على هذا قوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ثالثا قبح من يكتم الحق وهو يعرفه علماء اليهود علماء النصارى علماء الروافض علماء الباطل يعرفون ويكتمون لمصالحهم للإبقاء على مركزهم والله العظيم لأنه ما ترقع أصبح شيخا أو إلا بعد العلم أليس كذلك والذي يعلم الباطل ما يعرف الحق يعني يجهل لا والله قادر على أن يعرف ولكن المحافظ على الوجود الهاري الباطل قبح من يكتم الحق وهو يعرف رابعا حرمة التدليس والتلبيس في كل شيء حتى في البضاعة بيع البضاعة مر الرسول به وجد كيس الشعير فشعر أن باطنه فيه الثرى والبلل فأدخل رسول يده في الكيس فاستخرج الشعير المبلولة المبتلة فقال يا صاحب الطعام لما جعلت هذا أعلى وهذا أسفل من غشنا فليس منا نحن لا ندلس ولا نلبس نضع الحق كما هو حق خطبوك في ابنتك وهي مصاب بمرض قل إنها مريضة ساومك في سيارتك قل بها عيلا عرضها على المهندس استبهت خطبك في ابنك يزوجه قل له يا سيد هذا ابن عفريت ما يصلي ما تزوجه مثلا لا تلبيس ولا تدليس بين المسلمين أبدا وحرام هذا وليس من شأنهم خامسا حرمات كتمان الحق في الشهادة وغيرها لا يحل للمؤمن أن يشهد بالباطل أن يشهد حق ويكتمه هذا شأن أولياء الله حقق الله لنا هذا يقول تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنها وكفوا آخره لعلهم يعجرون الآن تعرف من هو اليهودي وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفوا آخره لعلهم يرجرون وهل للنهار وجه وجه النار والمشرق ساعة التاسعة والعاشرة أو من صلاة الصبح وكفوا آخره أو صلاة المغرب أو العاصر ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا كلامهم لبعضهم البعض لعلى قتلنا به وقال الطائفة من أهل كتاب لمن قالوا لبعضهم البعض هذا رؤساء اليهود في خيبه المدينة آمنوا بالذي 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 أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفوا آخره لعلهم يرجعون إلى دينكم إلى الوثنية والشرك لعلهم يخرجون من الإسلام لما أولا هذه الآية أدت غارضين صاحيحين الأول لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في المدينة إذ صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنات إلى بيت المقدس غرب المدينة سبعة عشر شهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي بين الركنين اليمانيين يجعل القبلة غرب فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو يستقبل الكعبة لكان خيرا له من أجل أن يفارق اليهود لأن اليهود أصبحوا يتبجحون يكذبنا ويكفعنا ويصلي إلى قبلتنا سيقول السبهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم الشاهد الشاهد عندنا وقع الرج في المدينة ما يهينا وهي كيف يصل إلى قبلتنا ولا يؤمن بديننا ما إن حول الله تعالى القبلة من بيت ما قد سئل الكعبة حتى ازدادت الفتنة وأصبح اللغط والكلام حتى قالوا وغدا يستقبل قبلة أخرى ما يثبت على شيء تبهتم وجاء في الآيات القرآن حيث ما كنتم فولوا جوهكم شطره ليا لا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلمون فلا تخشوهم لأن هم ما يسكتون كالكلاف لابد وأن يقولوا لا تتفت إليهم فاستغل بعض اليهود كابن الصيف وفلان وفلان وقالوا لبعض هم بعض صلوا معهم إلى قبلتهم وفي المساء صلوا إلى بيت المغدس فيتسليما قالوا ظنن أنه الحق بعد تبين لنا أنه خطأ فعدنا إلى الحق ولتفعل في قلوب العوام الجهال تؤثر هذا تؤدي هذه الآية الكريمة وأعظم من هذا وهو المقصود وهو أنهم اتصلوا بعلماء اليهود في خيبة وعلماء اليهود في المدينة وعقدوا مؤتمر لضغب الإسلام فقالوا يا فلان يا فلان يا فلان أعلنوا عن إسلامك في المسجد النبغي وقولوا دخلنا في دين الله أول النهار وآخرنا لا تدخل المسجد ولا تصلوا معهم ولا تكون مسلمون فيتساءل الناس لما قالوا دخلنا في الإسلام ظننا أنه الحق وأنه الدين الذي جاء به موسى وعيسى وتبين لنا بإرشاد وبيان علمائنا أن هذا خطأ لا دين إلا اليهودية فمثل هذا يحدث زعزع في قلوب المؤمنين واضطرابا في نفوسهم هذا تخطيط الآن يقوم به اليهود في إذاعة لندن وإذاعة كذا ويعملون بهذا عملا في الصحوف المجلات والإعلام في كاملهم لإحداث البلبلع في النفوس اسمع ما قالوا وقال الطائفة من أهل الكتاب أي اليهود هنا قالوا لمن لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار وكفروا آخره وجه النهار أول النهار موقع الوجه والمشرق أول النهار يشرق بالشمس وإلا لا وكفروا آخره لعلهم يرجعون عن الإسلام إلى الشرك يريدونهم أن يطرقوا الإسلام ولو عادوا إلى الشرك لأن العرب كانوا مشركين فضلا عن اليهود الذين دخلوا في الإسلام كما سمعتم وقال الطائفة من أهل الكتاب لمن قالوا لبعضهم بعض مؤامر وأسام خططوا واتفقوا مع أهل الخيبة وأهل المدينة آمنوا بالذي أنزل على الذين أمه الذي أنزل عليهم القرآن وما حواه من العقائد والشراع والآداب والأحكام كذا ولنا وكفروا آخر ذلك اليوم فيتساءل الناس لما العالم الفوني كان الصبح صلى الصبح مع الرسول قال نعم ظننه الحق ولكن تبين لأنه ما هو بحق تباتم فلهذا سن رسول الصلاة سنة قتل الموتد الذي يدخل في الإسلام ثم يخرج منه يقتل لا يصح بقاءه لما لأن هذا يفتح الباب لما خرج فلان بعد ما أسلم وهو دكتور في علم النفس أو الطب أو كذا قال تبين لأنه ما هو بدين حق ما ينفع فليهذا خرج منه هذا يقتل من بدل دينه فاقتله لأنه يثير الهواجس والخواطر ويبعث النفوس على التفكير من جديد وزعزعت المجتمع وهبوط هذا المجتمع من بدل دينه فاقتله إلا أنه قد يكون مغررا به مخدوعا معرف يمهل ثلاثة أيام فإن أصر على ردته يقص مراصره يقطع هذا هو السبب يا أهلك آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر لعلهم يرجعون ثم شيء آخر يعلموا أن من عرف معرفة حقيقية وأمر إيمانا صادقة هو أيقا مثل هذا لا يمكن أن يرجع لا بالإغراب بالنساء ولا بالمال ولا بالمنصب ولا ولا لو يقطع أو يصلب أو يحرق ما يرجع لأنه عرف والذين خرجوا من الإسلام في الشرق والغرب بالمئات بالآلاف بعض الجاهلين يقول علتهم الفقر تبات لأن جمعيات التنصير في أندونيسيا وماليزيا وفريقيا وفي كذا موجودة حتى في مصر وسوريا هذه الجمعيات تستغل الفقر المؤمنين فتداويهم وتطعمهم وتجمعهم كذا فيتنصرون وأنا قلت والله ما تنصر إلا من أجل جهرهم وعدم معرفتهم أيوم ويعرف الحق وينشح له صدر ويبيعه بأسبرين وإلا إبرا أو ثوب في الشتاء يلبسه مستحيل فبدل أن نقول هيا نجمع لهم الأموال والكساء والأدوية نقول لا هذه بعدين هذه ما هي الآن علموه أعرفوهم بربهم دلوهم على الطريق السوي الموصل لكمالهم إذا عرفوا والله لو يعطونهم ملء الأرض ذهبا ما رجعوا عن الإسلام سمعتم هذا أو ما تفقهون لو أن المسلمين من يبلغ غني يا شيخ أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أقول واشهد اللهم على ما أقول وأنا في بيتك في مسجد رسولك يا رب لو أن المسلمين في هذه الظروف في هذه الأيام تكونت لهم نجنة تضم عالما ربانيا صالحا من كل قطر إسلامي كل إقليم من أندونيسيا إلى مريطانيا يمثل عالم رباني هذه اللجنة العليا للدعوة الإسلامية لما تتكون وتتعاهد في روضة النبي الكريم تخطو الخطوة الأولى هي أنها تجوب بلاد العالم الإسلامي ولكن في غير إشهاء وإعلان حتى لا تحسد وتوضع العراقيل في طريقها لسنا في حاجة إلى التبجع نفعل نفعل ودخلوا كل بلد إسلامي وقالوا لنساء ورجاله في مساجدهم أيها المسلمون إن فريضة الجهاد قد تركت أهملناها تركناها فهي بنا نعود بسم الله وتعرفون كلمة الجهاد يقفز لها كل واحد إذن هي أن على كل ذكر وأنثاء سنويا أن يدفع عشر يالات يصوم يومين ثلاثة ليوصف عشر يالات هذا هو البيان فقط وهم صادقون في كل مسجد صندوق في سرية كاملة آلف مليون مسلم يجمعون كم عشر آلاف مليون أكبر ميزانية ما تملك أمريكا جول واحد ربعين يوم يتم هذا الآن الطيارات ما في بعد ثم بعد ذلك اللجنة العليا تأخذ منها لجنة أخرى تولد تسند إليها مهمة التجول في العالم الغربي والشرقي من البرازيل إلى اليابان يتتبعون الجمعيات الإسلامية أو المراكز الإسلامية فيعرفون في فرنسا كذا في المكان الفلاني بلجيك ألمانيا كندا البرازيل كذا يعرفون مواقعها وعدد أفرادها فتوضع لها خارطة هذه الخارطة حينئذ عرفت اللجنة العليا للجهاد الإسلامي للدعوة إلى الله وضعت العالم بين يديها عرفت القدر الذي تحتاج إليه من هذا المال فتأخذ أولا في إرسال المرضين والمعلمين والهداة الصالحين وتفتح لهم مركز دور ستة أشهر فقط حتى توحد الملاهب ولم يبقى بين الجماعات الإسلامية فالشرق والغرب مذهبي فقط مسلم ويوحدون آل كتاب الذي يدرس من الضرر كتاب لا ينتسب إلى زيدية ولا أباضية ولا شيعية ولا حنفية ولا مسلم قال الله قال رسوله لأن تلك الجاليات خليط مختلفون وطنيا ودينيا أيضا لابد من محوي هذا الخلاف مسلم فقط نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما نور هداية قال الله قال رسوله فيوحدون آل كتاب الذي يدرس على نهج كتاب المسجد وبيت المسلم على نهج منهج المسلم نعلم كيف نتوضى ونغتسر ونصوم ولا نقول أنا ماذا بكذا ولا كذا وتأخذ تلك الدعوة في نشر ظلها ويصبح لك المؤمنون المسلمون كلمتهم واحدة عقيدتهم واحدة آدابهم أخلاقهم يأخذ النور ينتشر في ذلك البلاد والله أعلم أن خمس وعشرين سنقوم ربع قرن ترهدوا الإسلامية ونحن ما رججنا ولا صرخنا ولا بكينا ولا قلنا جاهدنا أبدا دعوة الله ما شاء هذه هي الدعوة التي نؤدي بها واجب الجهاد لننقذ إخواننا في الإنسانية من الخلد في عذاب النار لننقذهم من الخبث والظلم والشرع والفساد الذي يعانونه إنهم في بلاء ما يعرفوا إلا من لمسه لا تظن أنهم أكلوا وشربوا فازوا والله في قروب وهموم كالبهائم من يمد يده إليهم أناس أكمل منهم آدابا وأخلاقا ومعارضا وطهرا وصفاء وبذلك أدى المسلمون فريدة الجهاد من فضل الله بدل ما ترسوا سفننا على شواطئهم لنغزوا لا 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 مفتوحة الأب وأب أراحنا الله لا نفاذ ولا صاروخ أبدا والله لو كنا على هذا المستوى لكانت رب دخل في إسلام من بعيد من يوم ما استعمرون لا دخلوا في الإسلام لكن لما استعمرون كانوا أفضل منا أسمى وأرقى أسلم في هنصي قال الحمد لله أسلمت قبل أن نعرف المسلمين لو عربتهم والله ما أسلم هذا البكاء يكفي أين رابطة العالم الإسلامي تقوم بهذا الواجب جديد إذن ونطرك هذا وقد بينا بلغوا والشهاد من هذا ليست قضية فقراء عندنا في العالم الإسلامي حملتهم على الكفر لا 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 حملهم على ردة ولانفقاض على الإسلام لجال ما عرفوا ما ذاقوا طعم الإسلام ولا تلذذوا به لأنهم ما علمناهم ما عرفناهم به قال وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وقفوا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم يوصي بعضهم بعض اسمعوا ولا تؤمنوا أي ولا تتابعوا وتصدقوا إلا لمن تبع دينكم يحذيون بعضهم بعض قوموا بهذه الدعوة وفي نفس الوقت لا تؤمنوا لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم مادم ما يتبع دينكم لا تلتفثوا إليه هذا كلام إلى الآن وإلنا إلى أن يوصي بعضهم بعضا وخاصا اليهود قال تعالى قل إن الهدى هدى الله يا معشر اليهود ما هداكم ولا ظلالكم قل يا رسولنا لهؤلاء المتآمرين الذين يتعلمون الباطل ويدون نشره علمهم أن الهدى هدى الله ما هو اليهودية ولا النصرانية قل إن الهدى هدى الله لا هدى غيره من يهدي سوى الله من يعف الطريق سواه من يأخذ بالقلوب فيقلبها سواه ما هي المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام بدعوة أننا ندعو إلى الإسلام وننشره هذا جملة اعتراضية علمهم حتى ييأسوا لا يهودية ولا نصرانية ولا قراطة ولا ظلالة الهدى هدى الله الذي داحت نواره على لسان رسوله وفي كتابه ثم قال تعالى أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم من ضربكم هذا عائد لكلام المتآمرين من أهل الكتاب جملة قول إن الهدى معترضة تبهتم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم خشية أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أولا أو يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة انتبهوا يا معشر يهود لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا الذي تجون واهو تصدقوه كذا وللا خشية أو كرهت أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أنتم أوتيتم الديانة الحق والطريق السوي والصراط المستقيم وأنتم أنتم أنتم فإذا أنتم اتبعتمهم إذن معناه جاءوا بيدين خير من دينكم واعترفتم به إذن فلا تعترفوا أبدا أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم حتى لا يصبح العرب أصحاب دين كأنتم أو يحاجوكم عند ربكم يوم القيامة وهذه من بهللتهم وضلالهم يوم القيامة يحتجون عليكم يقولون يا رب قد عرفوا الإسلام وأنه حق وغفضوا أن يدخلوا فيه فلا تجعلوا لهم فرصة يوم القيامة يحتجون عليكم لأنكم إذا قلتم أيها المسلمون إنكم على الحق دينكم والحق دينكم والصواب معنى هذا وأنتم ما دخلتم يحتجون عليكم يوم القيامة إذن فلا تعترفوا لا تقول الإسلام دين حق قبلا باطل أثبتوا لا دين إلا اليهودية هذا ييعقدون في ليالي وأيام مخططات أقل ما يقال للإبقاء على اليهودية حتى لا تفنى وتضيع ويغموها الإسلام لأنهم يريدون تجديد عهد سليمان وداود عازمون على إيجاد مملكة بني إسرائيل وليس من النيل الفراد كما في بعض كتبهم الآن العالم بأسره إذ البشرية عند اليهود وسخ وسيأتي بيان ذلك في كلام الله البشرية كلها نجس ما فيها إلا اليهود فلهذا يستبيحون دماء الناس فروجهم أموالهم لأنهم ليسوا ببشر حتى يؤمنوا باليهودية هذه معتقداتهم في بواطنهم ولا يعلنونها لكن تظهر من عجيب ما بلغنا أيام كان موشي ديان عليه العائن الله وعقدوا مؤتمر عقدوا مؤتمروا وخطب موشي ديان ذا نفخ فيهم هاجوا فقالوا لو أنت الملك أنت الملك قالوا يسكتوا لا تفضحوكم ما زال الوقت هذه أيام وضعوا خطة عالمية لذبح الملوك والقضاء عليهم الأحداث ما يعرفون هذا قالنا نحن والله عرفناه تبات قالوا اسمه اذبحوا العالم ومصارينه اخنقوا بها الملك حتى يتسع لكم الوقت وتصل إلى أهدافكم فالعرب والعجم في اليهود والنصار تباتم المهم القضى على هذه الأديان هو من طريق العلماء والملوك وانتصر المبطلون ملك فرنسا ذبحه تبهتم والعرب أخذوا يصفقون والله علماء عرفناهم لما يذكر ملك يتقززون اقسم بالله عرفتم واحتج علي عالم قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ولما يسقط ملك في بلاد العرب يتغنون هيجان عجب وهي ماكرة يهودية وقد تبين للعيان أن وجود ملك خائر ألف مرة من رئيس جمهورية للإبقاء على الإسلام والمسلمين